سباح النصر زي ما احنا متعودين لان الواحد بيقولها لما الاهلي هو اللي بيجبره انه يعمل كده وبصراحة الحمد لله رب العالمين حتى هذه اللحظة وموسم جديد بتتكلم عليه بعد موسم استثنائي اكثر من رائع لكن انت بتتكلم ان انت الاهلي مفرحك حتى هذه اللحظة انت بتيجي كل يوم وبتشوف المباراة وبتتكلم كمان على الاداء وبتشوف تطوير مختلف وبتشوف قد ايه الجماهير كمان والروح الحلوة اللي موجودة والتفاقل الموجود ان ده ان شاء الله حيكون موسم قوي جدا والثقة اللي م وموجودة في مرسل كولر هذا المدير الفني اللي بجد مباراة عن مباراة بنال ثقة وحب كمان جماهير النادي الاهلي ودي اعتقد معادلة مش سهلة ابدا سواح النصر علينا جميعا ونصر جديد كان بالامس هنتكلم في كل التفاصيل دي طبعا على مدار الحلقة حكون مع حضراتكم النهاردة الواحدة ان شاء الله كريم يعني ينضم لينا من جديد بإذن الله في الحلقة غدا زي ما احنا متعودين قبل اي حاجة خليني ينوه معا على ديوفنا طبعا اللي حينورونا النهاردة حيكون معانا فقرة وهيكون مع اهلي السابق في تحديدا كرة السلة عايزين نتكلم بقى على منافسات البطولة العربية وخلينا نكلم ان برضو ابطالنا دول عاملين شوت كبير جدا وعملين اداء محترم جدا على الارض وفي كواليس كمان احنا يمكن ما نعرفهاش هنطلح حضراتكم عليها في الفقرة الحوارية لان الواحد بيشوف يمكن النتيجة بيشوف النجاح المحقق على الارض لكن النجاح ده وراه كواليس كتيرة ووراه صعوبات كتيرة ووراه جهد كبير جدا بيبذل على الارض وادارة نكحة بتشتغل ومدير ف ومني كمان على درجة كبيرة من الكفاءة كل ده هنتكلم فيه طبعا ما حضراتكم في هذه الفقرة الفقرة التانية هيكون منوارنا ناقد ارياضي محمود صابري عشان نحلل بقى مباراة امس بالتفصيل طبعا مع الاسماعيلي والرؤية كمان للمتشاط القادمة والمباريات والمنتظر كمان للنادي الاهلي لسه فيه تحديات اكيد كبيرة جدا ويمكن كل ما بعدي فترة او ما بتعدي فترة بيبقى فيه صعوبة اكتر بيبقى فيه تنافسية اشد شكل كبير جدا لكن هرجع اقول تاني صباح الن نصر علينا جميعا وفعلا كرة كانت حلوة جدا وشوفنا مطش ممتع وده اللي احنا كنا انا وكريم بنتكلم فيه مباراة لو حضراتكم فاكرين قلنا عايزين نشوف مباراة ممتعة في الاول وفي الاخر احنا كنادي اهلي واثقين دايما من الفوز لكن انا مش عايز ان انا افوز وافوز على نفسي من غير لما احس ان فيه تنافس على الارض انا مش عايز افوز بسهولة دايما الكبير ما بيحبش ان هو يوصل للفوز او يوصل للانتصار بسهولة انا عايز يبقى فيه تنافسية عايز كل الاندية كالعادة وده اللي بيحصل كل موسم يبقى عنده روح كده وعزيمة وعنده امال ان هو لما يلاعب النادي الاهلي على الاقل ليوصل لنفس المستوى الفاني قلنا ده على فكرة اللي صالح الكرة المصرية وقلنا ده اكيد هيكون ممتع في الاول وفي الاخر ليه جماهير النادي الاوي الاهلي من اول لحظة وخليني اقول لحضراتكم لفت انتباهي بشكل كبير جدا يعني الماتش والتشكيل اللي لاعب به كولر كمان بتدف فكرة امام عشور هنا تحت قراس الحربة يعني انت بتتكلم ان امام عشور كان بلاي ميكر وده يعني مؤشر كبير ان كولر ابتدى يمارس ويتو بيه توظيف اللاعبين اللي احنا نعرفه عنه مؤخرا كمان بشكل كبير فاكتر من مركز لابراز طبعا امكانياتهم الفنية وده بيحصل فعلا على الارض يعني ما بتشوفش مثلا لاعب بيلعب في مركز مختلف واداءه لأ مش جاهز لسه او تقول لأ المركز ده مش بتاعه ازاي كولر حطه هنا لأ كولر لما بيغير مراكز او بيعتمد على لاعب في مركز معين بيبقى م او ثق ان اللاعب ده لما حينزل في المركز ده حيقدم اكتر او افضل ما عنده ده حقيقي لازم او دي شهادة لازم احنا نقولنا نقولها شوفنا كمان الاسيست الرائع جدا يعني اللي امام مكان بيعمله وتسجيل بيرستاو كان اكثر من رائع كالعادة ونتكلم له الهدف الاول هنا تحديدنا وقبل كمان نهاية الشوت الاول كان عندك يعني حسين الشاحات اللي لحقوا به الهدف التاني برضو من اسيست كان اكثر من رائع بتتكلم عن اسيست يعني احمد نبيل كوكا انا بتكلم بحماس لان انا صح انا واحدة من الناس اللي فرحانة جدا بغض النظر عن الناس اللي كانت بتحلل المباراة قبل حدوثها يعني بالامس يقولك لا دي مباراة سهلة والاسماعيلي اصلا ده مش الاسماعيلي اللي احنا نعرفه حتى لو كابتن ايهاب جلال من المديرين الفنيني اللي عمل شغل مع اندية اخرى وكلمنا عن شغله مع المقاصة وكلمنا عن يعني كابتن ايهاب جلال في العموم لكن بغض النظر عن كل ده احنا كنا دخلين المباراة دي ما عندناش حاجة اسماعيلي مش في حالته الجيدة على فكرة مبارح الإسماعيلي من الحضراتكم طبعا تابع وركز الإسماعيلي كان بيلعب غير الإسماعيلي اللي كنا نعرفه تماما الموسم اللي فات يعني الإسماعيلي الموسم اللي فات آه كان يعني بأعجوبة نفد من الهبوط لكن الإسماعيلي هذا الموسم أنا أعتقد هيكون فيه وضع تاني خالص حتى وإن كان فيه تحسن ولو بنسبة 50% أنا أتوقع ده لأن واضح دلوقتي حتى هذه اللحظة لا فيه أداء فيه روح رجعت مرة تانية الاستقرار الإداري اللي احنا اتكلمنا عنه برضو في الإسماعيلي أثر إلى حد ما حتى هذه اللحظة فيه الفنيات الأفضل النتائج الأفضل شوية ليه نادي الإسماعيلي حتى بتشوف اللعيبة بتلعب شوية بروح على الموسم تحديدا اللي فات كمان متكلم عن هدف تاوفي يعني أو التالت تحديد اللي كان ليه برضو يعني كده لا كان برضو عارف انت مش بتشوف جوله خلاص لأ انت بتشوف جول مع أداء حلو ده مزيج أو ده اعتقد مزيج مش سهل ان انت تعمله على الأرض وفي نفس الوقت بتمتع الجماهير بتاعتك بشكل عام فلا أنا بتكلم ان بجد فيه يعني أداء أكثر من رأعه وفيه نقلة كبيرة جدا على يد هذا المدير الفني اللي أنا هرجع أقول تاني قلت الكلام ده منذ قدوم ومن أشهر عديدة قلت كولر من المديرين الفنيين اللي بجد ممكن شوية لو انت هتقارن بي المديرين الفنيين الماضيين مع النادي الأهلي أنا بشوف ان هو فيه كتير جدا من منوال خسيل ان هو بيجمع بين المهارة الكبيرة جدا وفي نفس الوقت الشق النفسي اللي هو بيلعب عليه التقارب ما بين كمان أو حب جماهير ده عمر مش سهل أي مدير فني على فكرة ان هو يحصل عليه هتلاقي ممكن فيه يعني مديرين فنيين كتير جدا عدوا على النادي الأهلي بس قصة مدير فنيينال ثقة وينال حب الجماهير بالسرعة دي دي مش سهل قوي لكن طبعا اعتقد احنا كلنا متفقين احنا شفنا ده مع مارسل كولر على كل حال خليني برضو اروح مع حضراتكم ونتكلم شوية برضو في او نتطمن خلينا نقول برضو على بعض اللعيبة وتحديدا هنا لو انا هتكلم عن كولر وخطته كمان لتطوير يعني اللاعبين اعتقد حاجة كانت اكثر من رائعة لان ده بيرجع في الاول وفي الآخر تاني هقول للمدرب اللي بيعرف ازاي يطلع افضل ما في اللعيبة وازاي يطور مهاراتهم وازاي كمان يخليهم يقروا بعض في الملعب دي مش سهلة لما جينا منتكلم قبل كده عن روح النادي الأهلي روح النادي الأهلي يعني ايه يعني ايه روح النادي الأهلي يعني ايه روح التيشيرت الحمرة او الفانيلا الحمرة هي قصة ان انا فيه تناغب بين اللعيبة قصة ان انا اللعيبة بتاعتي وانا بتفرج عليها هي فاهمة بعضك كويس قصة ان لما يبقى فيه لعب مش موجود انا لا اشعر بعدها موجود وكل دي حاجات كتيرة جدا بتخليك في الآخر عندك روح الفانيلا الحمرة اللي حيب نتكلم عنها شفت اللعيبة بتاعتك جاهزين بشكل كبير جدا بدنيا وذهنيا لو حتكلم كمان تحديدا خلوني او اسمحولي عن امام عشور والمشهد الانتشر بشكل كبير برضو على السوشيال ميديا الناس كتيرة يعني سعب عليها وعملوا شارب للصورة دي يعني على السوشيال ميديا حتيدا على تويتر ان شفت كم شارب الالاف كبير جدا وفكرة لما خرج وهو بيعيد بعد الاصابة يعني اعتقد ده كان اسوأ مشهد في المباراة مبارح كان اصابة يعني هي كدمة طبعا في الكاحل وعلى اثرها للأسف الشديد هيغيب عشر ايام يعني وبالتالي هيغيب طبعا عن كبال معسكر منتخب مصر ومفروض يعني زي ما بتقال اللي احنا سمعناه اخر حاجة مفروض تقرر استدعاء احمد نبيل كوكا لعب الاهلي بعد اصابة امام عشور عشان يروح هو ليه صفوف المنتخب على كل حال امر اكيد يعني كنا نتمنى عدم حدوثه ناس كتيرة كان بتقولك يعني امام عشور فعلا فعلا صفقة اكثر من رائعة تحديدا في الاخر او اخر تلت مطشاط لا امام عشور كان متقلق جدا اثبت نفسه بشكل كبير جدا قصة كمان ان هو ينال حب الجماهير بهذا الشكل برضو انا بشوف مش ده بس نجاح داخل الملعب ده نجاح كمان خارج الملعب لو حضراتكو تشوفوا قد ايه كان فيه ناس عاملة شار مبارح هو بتتمنى الشفاء لامام عشور هتفهم قد ايه هذا اللاعب اندمج بشكل سريع مش هقول كبير بس سريع داخل النادي الاهلي وكمان داخل جماهير النادي الاهلي على كل حال عايزين نطمن برضو حضراتكم بشكل اكبر خلينا نروح على التليفون دكتور احمد جابالة رئيس الجهاز الطبي يعني عشان نعرف برضو ايه الافضل او ايه اللي حصل دلوقتي فيه او مع امام عشور يا دكتور صباح الخير على حضرتك لا انا مسامع حاجة يا جماعة التليفون مش معنا طيب خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع نكمل ألف مبروك لجمال النادي الاهلي والحمد لله احب اطمنكم على امام يعني لاتعرض لكادمة جامدة شوية في الساق اسفل الساق وعند الكاحل الحمد لله عملنا له اشعة وطمننا عليها ويعني منذ الغياب ممكن متعددش ان شاء الله عشر تيام او ثمان تيام بإذن الله الحمد لله ورح تلعب اللعب على الارة المستشفى لينا وكان فيه تواصل وحتى ما احنا عندك نوع الاشعة اللي هنعملها وبلغني بيها والحمد لله اطمنت عليه من قبل ما ايوصل هو الساواصل واحنا قصلا عندنا الوقت يعني زحمة شوية وعندنا حفلة تجيزات هو بس الحمد لله اطمننا عليه وفحصه كويس بس يعني هي المدة الغياب ممكن من سبع تيام لعشر تيام والحمد لله نبدأ النهاردة بدأ القلاج على طول معنا أنا من الناس اللي ببقى حريصة جدا وحنا كمان في البرنامج نحنا نشوف تحديدا المديرين الفنيين سواء طبعا نتكلم عن مارسل كولور او المدير الفني للفريق المنافس بعد اي مباراة بيصرحوا وبيتكلموا ازاي وبيحللوا ازاي المباراة مارسل كولور مبارح اتكلم عن اداء اللعيبة وتكلم عن السيطرة الكاملة عن المباراة او على المباراة ويعني قد ايه برضو اللعيبة قدرت ان هي خلينا نقول تظهر بمشهد كبير جدا او رائع جدا وعايز اقول لحضراتكو برضو فكرة كمان حديثه عن حزنه على اصابة امام عشور كل ده اعتقد برضو بيخلينا نحس ان لأ احنا فريق واحد احنا لما بيصاب حد مننا كمان ده بيؤثر بشكل كبير جدا حديث مارسل كولور تحديدا عن امام عشور بهذا الشكل ده بيأكد ادي امام عشور من اللعيبة الاساسية اللي ليهم اهمية كبيرة جدا انا عايزة اروح مع حضراتكم طبعا للتصريح ده وعايزة كمان اهلني بيرستاو قبل ما نروح لهذا التقرير لان بيرستاو بجد من اللعيبة اللي يمكن اول ما جات مع النادي الاهلي ما كانتش جاية ويعني خلينا نقول بشكل صريح ما كانتش جاية في البداية قدرت ان هي تثبت نفسها في اول 3-4 ماتشات او اول فترة بس بيرستاو بعد كده وتحديدا مع مارسل كولور قدر ان هو يظهر او هو كمان خليه يظهر افضل ما عنده من امكانيات ودلوقتي فيه اندماج كبير جدا وابتدت الامكانيات يعني والثقة كمان من الجماهير للنادي الاهلي ان هي تظهر بشكل كبير جدا فعايزين نقول مبروك لبيرستاو الرجل المباراة عن جدارة بصراحة خلينا نروح نتابع تصريحات كولور ونرجع نكمل نحن سعداء جدا بالفوز النهاردة قبل التوقف الدولي اعتقد أنه كان مباراة صعب جدا ونفز قوي جدا نحن نسألحك في النهوات الخاصة وراء الانتظار لأنه انتعاد من استغقال ولكن المعاون في حالي الأحدث ونسألنا بالتعامل نحن نعلم في الوضوء سابق القضاء واناجدنا العيش فين سنقوم بكثير نتواجع نحن الثافل عن ايضا شكلها كبيرة لكن ما تعبرش قوي عن سير المباراة ان كان ماتش صعب و المنافس خلق لنا صعوبات كبيرة شادي das wir verletz austauschen mussen das cme raus musste wir sind da noch um abklaren mas es ist und wir hoffen dat es natürlich nicht شكراً للمشاهدة. تتكلم عن أن اللعيبة بتاعته كانت برضو مسيطرة بشكل كبير على مجريات المباراة. لكن يمكن اللمسات الأخيرة هي اللي كان عنده فيها مشكلة. تتكلم أن برضو لعبة الإسماعيلي عندهم مش هقول مشكلة بس همها صغار إلى حد كبير برضو في السن. خارجين برضو من أزمة عدم استقرار في الإدارة. فده بيؤثر إلى حد ما برضو على أداء اللعيبة. تتكلم برضو عن النادي الأهلي أنه هو أكيد لعب بشكل رائع جدا. كان فيه تصريحات أعتقد برضو متوازنة بشكل كبير جدا من كابتن إيهاب جلال. وعلى الصعيد التاني لما احنا بدلوقتي يشوفنا تصريحات مارسل كولور. أنا بشوف برضو الحديث أو تحديدا لما مارسل كولور تحدث عن الإسماعيلي. وقال لك لا كان منافس قوي. وكان في نفس الوقت المباراة قوية. أنا أعتقد دي برضو حاجة محترمة جدا. أنت طالع بتتكلم حتى تحديدا. مش بقول عن الإسماعيلي. بس أي فرقة زي ما بقول له حضراتكم. كان عندها موسم صعب جدا الموسم اللي فات. بتحاول دلوقتي تقف على رجلها بشكل كبير. تصريح أعتقد محترم جدا وواقعي. أو خلينا نقول واقعي. تاني الإسماعيلي اللي ظهر في آخر ثلاث مطشاط لي. لحد دلوقتي اللي لعبهم. أعتقد مستوى مختلف تماما عن الإسماعيلي اللي احنا شفناه في الموسم اللي فات. فأنا أتمنى لأن أنا من الناس اللي بشوف جدا الأندية الجماهيرية. لازم يكون فيه يعني اهتمام بها أكتر من كده. أنا بحزن لما يبقى فيه نادي عنده تاريخ كبير جدا. وجماهيرية كبيرة جدا. وطلع النجوم كتير انضموا للمنتخب كمان المصري. وللأسف أنت بتشوف دلوقتي أنه بيوصار على الهبوط. حاجة تحزنني بشكل كبير. أنا أجب أتكلم بس عن الإسماعيلي. أنا بتكلم على أندية جماهيرية كتير على فكرة بتوعاني من أزمات مالية وعدم استقرار إداري. وبالتالي أعتقد أن ممكن جدا فرصة في الهبوط تبقى يعني نسبة كبيرة. فأتمنى نحن نعمل أي حاجة أو القائمين على هذا الملف. يقدروا أن هم يتصرفوا ويوجدوا حلول علشان ده ما يحصل. طبعا أندية الشركات ده ملف إحنا كلمنا فيه قبل كده. وقلنا هل بتفيد ولا لا. والإيجابيات والسلبيات. وهل حضيف لكرة المصرية. ولكن كلمنا في الملف ده بشكل يعني مفصل. لكن في الأول وفي الآخر أكيد كلنا كجماهير حنبقى سعداء لما يكون فيه كمان أو عودة للأندية جماهرية. زي زماننا بكنا بنشوف القوة الموجودة وتشجيع الموجود وغيره. يعني أنا بشوف نادي من غير جماهير ملوش معنى إلى حد كبير. لأن الرياضة هي أصلا الجماهير. أي لعبة في الدنيا من غير الجماهير ملهاش شوية متعة. خلينا نقولها بذا الشكل يعني. على كل حال خلينا نرجع للقاءات. عشان عندنا لقاءات كتيرة جدا كانت بعد المباراة. وليها تعبير كبير عن السعادة بالفوز مبارح. وكمان مش بس سعادة هي الفوز اللي بيكون بالشكل ده. أو الأداء الجيد بهذا الشكل بيحمل مسؤولية كبيرة كمان على الفريق وعلى الجهاز الفني. فيما هو قادم من تحديات بتتكلم محلية أو قرية. خلينا نروح نشوف ونتابع التقارير التالية ونرجع نكمل. كما ملك يكون واحد المجموعة ديال الدراني مزيانين ويبغيوا الخير لبعدي ياشم. ضروري غادة تتأقلم وغادة تدخل في المجموعة. وكادت تدخل في المجموعة الحمد لله تشيكي بالخدمة بنفضل الله سبحانه وشعر. والصراحة الدراني كاملين صحابي والدراني دراني كاملين وخوشي. كنا مغين نشكرهم وكن نقول ليهم شكراً حنتخلش معاكم بسرعة. وان شاء الله نفرحوا للجموعة الأهلاء وان شاء الله. نكسب وراء ماكسب إن شاء الله. نكمل على كده إن شاء الله من فترة كلها اللي جاية. زي ما أقول لك مكاسب كتير النهاردة. عودة الرضا من الإصابة. الأهدف كويسة كان ممكن نجيب أكتر من كده. بس التوفيق محلفناش يعني في آخر المباراة ده يعني أكتر من فرصة. ومبوك لجمهور الناد الأهلاء. من الحمد لله ربعاين طبعاً أنت في النادي الأهلي على طول. إحنا لعبنا دلوقتي كم مباراة في كم بطولة. يعني فأنت بتخرج من بطولة تخرج من بطولة على طول مباراة متلاحة. هو ده شغل في النادي الأهلي. أنت طبعاً موجود لازل تبع على طول جاهز. بكمل الشغل اللي كان شغال. بكمل الشغل اللي كان شغال طبعاً لكاب سايد. عمل شغل كبير جداً وعمل أساس كويس. أنا بكمل عليه. إن شاء الله إحنا كلنا بنكمل الأهلاء. هذا هو ده ندي الأهلي. أنا مبدأش بسفر. أنا ببدأ من حيث انتهى لكاب سايد. خدم ملفات منه. بتكلم أعلى طول. وصلنا يعني النقطة كويس. إن شاء الله ربناك إن شاء الله. أكيد طبعاً زي ما قلت كده أنا استلمت من الكاب سايد. بقى طبعاً عاد فترة طويلة أحضر حاجات كتير قوي. وأنا زي ما قلت لك استلمت منه كل الملفات واشتغلت عليها. ومكمل شغله. لأن في الآخر أنا بيحط السيستم هون نادي. إحنا في الآخر بتنفذ السيستم ده. وتنفذ السياسة المحطوطة بتاعتنا. طبعاً كل واحد بشتوبه. كل واحد بطباعه. كل واحد بشغله. بس في الآخر هو سيستم الشغله كل واحد. نظام الشغله واحد. في الآخر أنا مؤدوري إن أنا حافظ على نظام الفريق. وحافظ على هدوء الفريق. والحمد لله يمكن الفترة دي الدنيا هادية بشكل كويس جدا. لعبة كلها ملتزمة. أنا بش جاي أعاقب اللعيبة. أنا جاي إن أنا أشتغل مع اللعيبة بشكل كويس. إن إحنا في الآخر نقدم كورة كويسة. زي ما أنت شايف الحمد لله. نتاك كلها ماشية بشكل كويس. نتاك كلها فيها كمية أهداف مناسبة جدا. وإن أنا طمعاً في أكتر من كده. أنا بحب دايما أن أشوف كورة جوه الجون. فأنت دورك إن إنت تساعد اللعيبة إن هو ينزل المباراة. والجهاز الفني إنهم ينزلوا المباراة ما عندهم مش مشاكل. هو ده أهم حاجة بالنسبة للدور. أنا طبعاً لك أنت كانت جيبة وعادوا أنه كانت تهيب من المسانة. أوه مجدوك كويسة الحقيق. إن شاء الله أنت بجونا وأن أنت بكسن على مشاكل ما. أنت الحمد لله نهاية مرحلة مهمة جداً من نسباننا. أساس نقاط مهمة. أنت حامل اللقب مهمة جداً لأنت تمشي بنفس المنوال اللي أنت كنت فيه السنة اللي فاتت. أعتقد الحمد لله أداء مميز نتيجة وأداء. خصوصاً اللي أنت بتلاعب فرقة برضو مميزة ومدير فن كبير من المدربين الكبار اللي في مصر. فبشكر اللعيبة طبعاً على الجهد ده والأداء ده والأهداف ده. وإن شاء الله تزيد من التقدم بقى ومزيد من الانصارات إن شاء الله فترة اللي جاية. طبعاً ودي الحاجة الإجابية اللي تحسب للراجل يعني. إزاي تعمل منافسة باللعيبة. إزاي تعمل الروتيشن. إزاي تأخذ من اللعيبة كل حاجة ممكنة. أعتقد النهاردة الحلوم كانت بزمنة كبيرة جداً. سواء على المستوى اللي أنت تبدأ باللعيبة أو نبقى عندك تغيرات. النهاردة إحنا مفتقدين لعيبة لكن الحمد لله من نفس الأداء ونفس الإصرار ونفس القطال اللي أنت تحقق السلس نقاط وتحقق أهداف. فأعتقد الحمد لله طبعاً يحسب للراجل تفكيره وتصميمه دايماً اللي أنت طول ما يبقى عندنا فرصة لأننا نسجل هدف وتاني وتاني وتاني. فأعتقد النهاردة الحمد لله. يمكن حاجة الوحيدة بس اللي زعلته النهاردة الجول اللي إحنا استقبلناه في وقت أعتقد كان فيه في سنة استرخاء شوية لكن إن شاء الله نقدر نعليجها الفترة اللي جاية. أشكر زمايلي وبشكر ربنا طبعاً. رجوع لعب عجر دقائق بعد أصابة عجر شهرين. فالحمد لله يعني دي البداية وإن شاء الله اللي جاية أحسن بإسلام دي. أول فترة بعد العملية كان فترة صعبة جداً. أنت بعيد عن الكورة بعيد عن زمايلك بعيد عن البيت عندك محجوس في مستشفى. دي أصعب فترة يعني أول أسبوع عشر تيام بعد العملية على طول. الحمد لله عدت ودايماً كل حاجة بتعدي يعني نشكر ربنا والحمد لله رجعنا ولعبنا وإن شاء الله دايماً مع بعض في المكسب كده إن شاء الله. الحمد لله مبروك لجمهورنا دي الأهلي واللعيبة والمجلس الأدارة. والحمد لله مكسب مهم جداً النهاردة نقف البيت دوري قبل التوقف الدولي. فالحمد لله أباشكر اللعيبة وأباشكر الجهاز الفني كنا رجال النهاردة والحمد لله ربنا كرمنا وكل المجودنا بالمكسب يعني الحمد لله. الواحد بيحاول يعمل عليه دايماً مركز 6. الأولوية دايماً بيكون في الدفاع والضغط والكلام ده. لكن بيبقى فيه أوقات طبعاً لازم تكون مساند للعيبة اللي قدامه فيه دايماً بيبقى فيه موجود مساحات. فلازم الحمد لله الواحد بيشتغل على النقطة دي فلازم يكون مش لازم ندفع بس. فده بنحاول نتوارى الحمد لله وبنعملها بشكل كويس الفترة الأخيرة. فالحمد لله ربنا كرمنا يعني الواحد بيحاول يعمل عليه ويشتغل على النقطة دي والنقطة دي عشان يظهر بشكل كويس يعني الحمد لله. يعني الحقيقة كلها لقاءات كانت جميلة جداً وعجبني جداً أمح الدولي طبعاً. يعني أمح الدولي الناس دوراتيا والأهلوية بتحبوا كأنه لعب كورة فعلاً أو لعب الفريق الأول في النادي الأهلي من عشقه للنادي الأهلي من حبه للنادي الأهلي من الصداقة اللي بتجمعه بين برضو كل لعبة النادي الأهلي تقريباً كلهم بيحبوه. وطبعاً هو كان عيان كمان الفترة اللي فاتت وناس كتير كانت عاملاله بوست. فأمح الدولي من الرموز الأهلوية الجميلة حقيقة مشجعين اللي فعلاً بيحبوا كيان النادي الأهلي بشكل كبير ومن قلبهم. فكان لقاء جميل وكان كمان فيه فيديو لما كان إمام عشور خارج من الملعب كان أمح جري عليه وحضنه يعني تحس لأ هو بيحبهم جد من قلبه. يعني هو أصلاً ولد جميل جداً يعني. على كل حال كمان من الكلام اللي عجبني واللقاءات اللي عجبتني اللقاء كابتن سامي قمصان لأنه هو تكلم عن نقطة مهمة جداً وهي مش نقطة يعني غفلة عننا لكن هي نقطة مهمة أن أنت تشير لها برضو. اتكلم عن الاستقرار لما يبقى فيه فريق عنده استقرار بشكل كبير جداً. لأنه ده عادة النادي الأهلي لما يبقى فيه فريق الحديث فيه أن كل احتياجات الفريق عندك وكل احتياجات اللعيبة متلبية موجودة. ما فيش مشاكل ما فيش لاعب يعني من حاجة ما حدش هاله أو حل هاله في الفريق. فكل دي أمور في الآخر بتترجم بأداء رائع ونتيجة رائعة. كون أن أنت تلعب تحت ضغط أو كون أن أنت تلعب عندك مشاكل دي مش أفضل حاجة ومش هتكلل بنجاح بعد كده أو هتكلل بسكور حلو. لا فقصة أن أنا أروح أشوف روح حلوة في الفريق على الأرض. أشوف فيه انسجام كبير بين الجهاز الفني واللعيبة. كل دي أمور بتؤدي في الآخر لنجاح. أنا أتمنى أن نستمر بهذا الشكل وأتمنى كمان الوضع يكون كده لو حتكلم بقى في ملف آخر هو منتخب مصر. وطبعا المنتخب مصر زي ما احنا تابعنا بقيادة فيتوريا. راح النهاردة الصبح للإمارات عشان يواجهوا زامبيا والجزائر طبعا المباراتين الوديتين على مدار يوم حيكون 12 و 16 أكتوبر. وده طبعا زي ما حضراتكم عارفين في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كاس الأمم أو أمم إفريقيا وكل التوفيق ليهم بإذن الله. صفيات كاس العالم كمان اللي هتبدأ في شهر نوفمبر المقبل. وخلينا كمان نقول لحضراتكم أن قبل مطش زامبيا الودي هيكون هناك طبعا كالعادة كل سنة احتفال كبير على هامش المطش. وحيحيه السنة دي كانت تامر حسني. السنة دي هيكون أحمد سعده. ودايما العادة هناك يعني أن أي مطشاط بتتلعب في الإمارات لازم يكون معها فعاليات واحتفالات بتكون كتيرة جدا أو مبهجة زي ما بتقاله كبيرة. وعايز أقول لكم برضو وده المشهد الحلو أن أنت واللقاءات دي شفناها السنة اللي فاتت لما بتشوف. قد إيه فيه بقى مصريين بيروحوا وبيسفروا حتى من أماكن مختلفة. وطبعا الجاليات المصرية الموجودة في الإمارات وغيره. كلهم يبقوا حرسين أن هم يكونوا متوجدين في المطشاط اللي من هذا النوع تحديد. متتكلم طبعا عن الأهلي أو عن المنتخب. فأجواب تبقى حلوة في الأول وفي الآخر ناس كتير جدا متبقى حبة أن هي تحضر. فيه ناس كتير عنده كمان من القناة يعني حيروحوا. فأكيد حنغطي مع حضراتكم برضو لحظة بلحظة إيه اللي بيحصل على قناة النادي الأهلي على برامج طبعا المختلفة. نتمنى ليهم كل التوفيق طبعا. روي فيتوريا حتى هذه اللحظة. مش هقول أن اختلفوا اجتمع البعض أو مثلا فيه آراء متضربة. لا ناس كتيرا اتكلمت عن ثقتها في روي فيتوريا وناس كتيرا فرحانة حتى هذه اللحظة بالنتائج. بصوا أنا ما قلتش الأداء. بس هقول بالنتائج اللي حققها المنتخب. وبيقول لك أو البعض شايف وجهة النظر أن أنا مش فارق معي دلوقتي الأداء الرائع. يعني خرجني بره هذا الأمر دلوقتي. أنا عايزة أشوف نتائج عشان في الأول وفي الآخر المنتخب بتاعي حقق المطلوب منه. واللي فات طبعا لفل تاني أو مستوى فاني أقلنا نقول مختلف عن اللي جاي. اللي جاي فيه صعوبة فيه أنت بتتكلم عن المنتخبات قوية جدا. بتتكلم عن منتخبات برضو فيه تطوير حصل فيه السلوات الأخيرة تحديدا ورانكينجز تانية خالص. بتتكلم عن صفقات رائعة. بتتكلم عن لسه قدامك شوت صعب جدا. فكل التوفيق إن شاء الله عندنا ثقة كبيرة في روي فيتوريا. بس نتمنى الثقة دي والجاهزية دي تترجم بقى بإختلاف على الأرض. لأن أنا بشوف أن الجماهير المصرية تستحق ذلك. وأنا قلت الكلام ده قبل كده ومش عايزة حد يزعل مني. بس بجد لأن ده واقع وأنا بحب أبقى صريحة. لما بتيجي تشوف في أي مكان عام مطش للنادي الأهلي ومطش للمنتخب. حتلاقي النادي الأهلي مفيش كرسي تقعد عشان تتفرج. الحق يقال. ولو حد عنده رأي تاني ابعثوا لنا. ولما يبقى فيه مطشط للمنتخب مش بيكون فيه نفس الاهتمام. وعلى فكرة دي مش حاجة يعني تسعيدني أنا على مستوى الشخصي أبدا. أنا نفسي يبقى فيه. وليه ده بيحصل؟ خلال نقول في الأول وفي الأخ ده بيحصل. لأن أنت مش متوقع أوي حاجة كبيرة من المنتخب. ده بناء عن النتائج بتاعت السنين اللي فاتت. مش متوقع أفضل حاجة يعني أو حاجة كبيرة من المنتخب. لكن أنا أتمنى أن احنا نوصل لمرحلة بعندنا ثقة كبيرة وعندنا أمال كبيرة جدا في المنتخب المصري. لأن ده اللي احنا نستحقه. وكنا فترات زمان قبل كده في أجيال سابقة قدرنا نحقق ده على الأرض. أتمنى العودة مرة تانية بإذن الله لأن فعلا الجماهير المصرية اللي بين الملايين تستحق أن هي تفرح بالمنتخب بتاعها. هتكلم كمان عن وديات المنتخب الأولمبي. وحخلينا برضو يعني نتكلم عن اتحاد القرى مع البرازيلي ميكالي والموديل الفني طبعا ليه المنتخب الأولمبي. اللي تفقوا على إقامة برضو ودية الأردن على ملعب المقاولون العرب. وحيجتمع النهاردة مفروض يعني القايمة وحيتجمع كمان القايمة عشان تم الإعلان عنها. وكمان عشان يروحوا معسكر مغلق استعدادا طبعا ليه المباراة الودية. اللي حتتلع بإذن الله يوم الخميس القادم برضو بنتمنى ليهم كل التوفيق طبعا. وبعد كده حيسافروا يعني لأوز باكستان لخود ودية أخرى مع منتخبهم الأولمبي. وده طبعا ضمن الاستعدادات لأولمبيات باريس 20-24. وحرجع أقول تاني عندنا أمال برضو في المنتخب الأولمبي كبيرة. ممكن تقول مش بنسبة أو برسنتج عالية. بس برضو ما زلنا عندنا أمال في هذا المنتخب. منتخب الأولمبي بتاعنا. قلنا مشكلته قبل كده. أنا بحاول أكون سريعة عشان أنا لو اندمكت قوي في كل ملف في الوقت يعني مش هيكفي. بس المنتخب الأولمبي لما جينا تكلمنا عنه من كذا أسبوع ويمكن شهر. قلنا إن مشكلة المنتخب الأولمبي المصري إن مش كل اللعيبة فيه بتلعب صف أول في الفرق بتاعتها. وده على عكس كل المنتخبات الأولمبية الأخرى. يعني هتلاقي أي منتخب أولمبي آخر بنسبة أكبر اللعيبة بتاعته من الفريل أول. وده المفروض. لكن عندك مش ده اللي حاصل. نسبة قليلة جدا اللي عندها الفرصة أو خدت الفرصة قبل كده أنها يتشارك بشكل يعني مستمر. مستمر مش هقول بشكل أساسي قوي بس بشكل مستمر مع الفرق بتاعتها. ويمكن ده اللي بيعكس المشكلة فيه بعض النتائج. لأن أنت برضو اللعيبة بتاعتك ما عندهاش من الخبرة اللي تجهزها قوي إن هي تخود يعني منافسات كبيرة زي ده. حلما تنمنى ليهم تاني كل التوفيق. بس أنا علشان أتوقع نتائج مختلفة لازم أعمل شغل مختلف في البداية. لازم أعمل استعدادات مختلفة لازم يبقى عندي أداء مختلف. فعلى كل حال ده الوضع الحالي لكن عندنا برضو يعني أمال كبيرة إن اللي جاي يكون أفضل بإذن الله. من الأخبار بقى الجيدة جدا برضو اللي عايزة أطلع حضراتكم عليها هي استعداد. وده النهاردة لاتحاد المصري الباراليمبي. للكرة الطيرة لاستضافة بصر بطولة العالم للرجال والسيدات. هتكون من فترة 8 لغاية 18 نوفمبر المقبل. ده للمرة الثالثة في تاريخها. الاجتماعات كمان حاليا المفروض أن هي مكثفة بشكل كبير جدا. وكمان خليني أقول لحضراتكم الدكتور مصطفى صادق رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة. يعني رفع درجة الاستعداد القصوى لإستضافة هذا الحدث التاريخي. بتشكيل 16 لجنة مختلفة. عشان يخرجوا هذه البطولة بالشكل اللي يليق بمصر في الأول. وفي الآخر عراقة وتاريخا وغيره وغيره. على كل حال عشان نفهم أكتر ونطلح حضراتكم برضو على مزيد من التفاصيل. خلينا نروح على التليفون معنا دكتور مصطفى صادق رئيس الاتحاد الفاراليمبي لكرة الطيرة. يا دكتور في البداية طبعا بونجور صباح الهنة على حضرتك. طبعا لخير يا فن معريكي وعلى جمهور مصر عظيم وعلى جمهور الأهل الكبير. يعني سعداء بيكو جدا ونتمنى لحضراتكو كل التوفيق. وإن شاء الله تحققوا أفضل النتائج. بس خليني أعرف من حضرتك برضو. وهل البطولة دي مؤهلة بشكل مباشر لإن شاء الله باراليمبيات باريس. يعني خلينا نعرف من حضرتك. طبعا الحمد لله إحنا بنشكر ربنا. وبنشكر الدعم الكبير اللي بتقدم لنا من الوزارة. بقيادة معالي الوزير الدكتور عشان صوحي. وطبعا القيادات الرياضية والقيادات السياسية اللي دعمة لنا في الدولة. طبعا البطولة مؤهلة لدورة باريس. إن شاء الله عشرين أو عشرين. وإحنا مشاركين إن شاء الله في البطولة دي بمنتخبين منتخب مصر الرجال. وده منتخب المصنف الثالث عالم في الكرة الطائرة البراليمبية. الحقيقة طبعا زي ما حضرتك فضلت وقلت. إحنا الحمد لله تم رفع درجة الاستعدال الأسبوع الماضي. وكل اللي جان اللي تتقشل لجنا أي مضورة تحت مظلة الاتحاد وبإشراف تم من الوزارة. والحمد لله الجستيات الخاصة بالبطولة سواء كانت في الإقامة أو الإعاشة أو الانتقالات أو الاستقبال. كل ده على قضى مصاق. ومحتاجين بس دعواتكم معنا والدعم الإعلامي يسندنا والجمهور المصر العظيم يسندنا إن شاء الله في البطولة اللي تقام من 8 إلى 18. بإذن الله. إن شاء الله كل التوفيه. أنا متأكدة أن كل الدعم القرازي يعني موجود من كل الجماهير المصرية. صدقني هم أبطالنا البراليمبيين دول هم بشكل حقيقي لو حتكلم بصراحة هم اللي بيستعدونا. لأن نكمل العدد أو العدد بتاع المديليات اللي هم بيجيبوه من كل يعني بطولة. لا يعني بعتقد بيبقى عدد أكبر بكتير من الأولمبييات بتاعتنا. فيعني أكيد بنتمنى ليهم كل التوفيق. بس خليني برضو يا دكتور أروح محضرتك عشان نتطمن بشكل أكبر. قبل كل أولمبييات أو باراليمبيكس بنتكلم عن هل أبطالنا دول حصلوا على كل الاهتمام. هل في مشاكل موجودة معينة. هل في أي حاجة محتاجينها. خلينا نتطمن من حضرتك علشان ما فيش وقت تخليني أقول. خلاص إحنا أشهر قليلة جدا بتفصلنا إن شاء الله عن أولمبييات باريس. فنتمنى ما يكونش فيه أي مشاكل قبل الانضمام إن شاء الله والمشاركة. فخليني أسأل حضرتك بشكل مباشر. هل فيه أي حاجة أي نواقص أي حاجة حضرتك عايز توصلها من خلال برضو شاشة قناة النادي الأهلي. لأي مسؤول بيتابعنا وأنا متأكدة. مسؤولين كتير جدا بيتابعونا. فخلينا نعرف من حضرتك. الحقيقة طبعا كل الفاسيليتز مقدمة لنا من الدولة وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة. بتاعمين لنا بشكل كبير جدا ومعاني الوزير بالزور عشان في صبح الحقيقة مدي تعليماته لكل الإدارات المعنية. بالوقوف خلف المنتخب مصر لأنه ده بيمثل كيان كبير مصر الحمد لله. مصرفة زي ما قلنا تالت العالم. وفي نفس الوقت الدعم السياسي لنا من فخامة رئيس كمورية اللي بيدعم المعاقين. وإحنا مع مناسبات احتفالات في اليوم العالمي للأعاقة. إن شاء الله ده خلال برضو نفس الشهر اللي احنا بنقيم فيه البطولة. منتظرين موافقة فخامة الرئيس على تشريفه إن شاء الله بالرعاية الكريمة للبطولة. وإن شاء الله تكون تحت إشراف ورعاية سيادته. الدولة الحقيقة مجندة كل إمكانياتها. العاصمة الإدارية الجديدة الحقيقة معالي الوزير دكتور أشرف صبحي. تقدمت على مفهوة الاستعدادات فيها من خلال إقامة البطولة عليها. فنادي سيادة والفنادق الهيئة الوطنية القواتية. مع ذائق الفنادق الموجودة في قطاع العظيمة الإدارية. كل التسهيلات الحقيقة من الدولة متوفرة. المعذكر شغال من أول سبتمبر. في منطقة بعيدة عن القاهرة عشان اللعيبة يكون في منطقة سحلية. الأجهزة الفنية للرجال والسيدات. كل طلبات اللعيبة الحقيقة متحققة من ناحية الصحية من ناحية الفنية. الحقيقة الدولة كلها للأمانة. وقفة معنا ومع المنتخب. إن شاء الله برعاية منه ثم دعم الجماهير مصر الوفية. إن شاء الله يكون هنا مشاركة متميزة في كاس العالم المقام على أرضنا لثالث مرة. وإن شاء الله فريق الرجال فريق مشارف محترم. ده ثالث العالم. فريق السيدات بنشارك بيه. إن شاء الله بيقوم بأول بطولاته. وإن شاء الله يكون له نصيب إنه يشارك بمظهر يكون كويس. على البداية ببنات قداد لسه الأول مرة بيشاركوا. وإن شاء الله ده يكون نواة لفرقة جديدة للبنات بتشارك بيها مصر. والتطعيم من الناشئين والناشئات. الآن بيعتمد عليهم إن شاء الله يكونوا نواة لفرقة تكمل مسيرة إنجازات الفريق اللي موجود حاليا اللي بقاله 25 سنة على منصات التطويق على مستوى الفراليمبي والأولمبيات الدولية والقرية والعربية. نتمنى ديلك إن شاء الله. تفضل يا دك. خطنا الحمد لله هو اعتبر متسيب العرب وأفريقيا على مدار 25 سنة الماضية. وده بيدينا برضو ما شاء الله يعني الحمد لله أغلوية وأفضلية إن الكرة الضائرة البرلمبية في مصر متربعة على عرش اللعبة 25 سنة متتالية. وده أعتبر والصوت راح ولا إيه؟ مع سياتي كفاً؟ اتفضل يا دك. مع سياتي ما ليش نحن راحين على العاصمة الإدارية برضو عشان نتقدر تفضل طيب على كل حل بنشكر أكيد دكتور مصطفى صادق على هذه المداخلة. وكالمهم إن احنا كمان نتطمن على أبطالنا. وحلو إن احنا نسمع إن كل حاجة يعني متوفرة بشكل كبير ده يسعدنا لأن أكيد أكيد لما تيجي تتكلم عن بطل مصري يعني سواء على المستوى الأوليمبي أو البراليمبي أكيد يهبنا إن هو يكون عنده كل ما يعني يتمنى خلينا نقولها كده مش بس كل ما يحتاج. وبتوفيق ليهم كمان منتخب بتاعنا بإذن الله يحقق زي ما كان دكتور مصطفى بيتكلم يعني الأفضل كمان عن السابق لأن هما في السابق فعلا كانوا محققين يعني خيان قول باع كبير. لكن نتمنى اللي جاي كمان يكون أفضل بشكل كبير قصة كمان حديثه عن إن هذا الملف نال اهتمام الدولة بشكل كبير ده حقيقي يمكن سنوات سابقة ما كناش مهتمين تماما بيه الأشخاص دي كنا أو البعض مننا كان بيشوف أن هما يعني فئة موجودة في المجتمع. وأوقات كان حتى بيتم التعامل معهم بشكل مش لائق في المحلات وفي الشوارع وفي غيره وفي غيره حتى في العمل لحد كبير المؤسسات المختلفة لكن أعتقد التفرة والاهتمام الموجود ترجم بقى بأن انت بتريد تشوف الناس دي قد إيه كمان مؤثرة في المجتمع وقدي حققت على الأرض ويمكن حققت أفضل ما أشخاص تانية قليلا نقول سوية جسديا أنجزت في حياتها. يعني الموضوع لا يقاص بهذا الشكل نتمنى ليهم كل التوفيق. وحرجع أقول تاني زي ما بدأت كلامي مع دكتور مصطفى أبطالنا البراليمبيين هم اللي بيبقى ليهم نصيب أكبر من الميدليات في أي أولمبيات أو باراليمبيكس. يعني دي حاجة يمكن البعض مش فاهم إزاي بس ده الواقع. فكل التوفيق ليهم كل الدعم ليهم لو دكتور مصطفى بيقول لنا الدعم الإعلامي والجماهيري كل الدعم ليهم طبعا ونتمنى ليهم كل التوفيق. والأخبار برضو اللي حلوة جدا عايزة أكلم حضراتكو فيها هي تصدر منتخب مصر الكاراتي التقليدي جدول ترتيب الدول المشاركة في بطولة كاس العالم للكاراتي التقليدي في أصباكستان. وحققوا المركز الأول على العالم حضراتكو فاهمين اللي احنا بنتكلم دلوقتي فيه مش مثلا بننافس على أول ثلاث مراكز احنا أو مثلا زي زي زمان ما كنا بنسمع تمثيل مشرف. لا انت دلوقتي بتحصل على المراكز الأولى فانت بتتكلم رصيد هنا عشرين ميدالية متنوعة بواقع ثمان ميداليات ذهبية ستة فضية وخمسة برونزية وسط كمان منافسات قوية جدا وشديدة جدا شارك فيها أكتر من ستمية واربعين لاعب ولاعبة ومثلوا أكتر من عشر دول من مختلف أنحاء العالم. حاجة محترمة جدا بإذن الله البعثة كمان هتصل لقاهرة يعني فجر الغد وسعداء بيهم ولازم لازم يكون فيه اهتمام وتكريم لهم لأن بجد أبطال وأبطال محققين إنجاز كبير تتكلم عن مركز أول فيعني الواحد سعيد أنه هو بتقريبا يوم عن يوم بيتكلم عن إنجاز جديد لرياضة مختلفة لأبطال مصريين. يعني واضح من درجات الحرارة أنه فيه إلى حد ما استقرار في الفترات كمان اللي جاي النهاردة والأيام القادمة القليلة لأنه كانت معنا مبارح دكتور منار وطمنتنا كمان الأسبوع ده مش حياشها التغيير مفاجئ فيه أو ارتفاع مفاجئ فيه درجات الحرارة فأعتقد ده أمر جيد جدا. قبل ما نروح فاصل عايزة برضو أرجع للقطة تكلمت بحضراتكم عليها وفكرة هنا إمام عشور بعد الإصابة تحديدا ويقد إيه الجماهير كانت فعلا خايفة علي أو حزينة على الإصابة دي. وأمح لما كان كمان جيري عليه. خليني نروح أو خليني نروح مع حضراتكم دلوقتي ليه مشهد كمان إمام عشور وهو خارج من قط اللبس وكان زملنا العزيز طبعا فاروق وهو بيعمل معالقاء وبيطمن جماهير النادي الأهلي على حالته. خليني نروح نتابع ونرجع نكامل. إمام طمن بس الجماهير عليك يا إمام. طمن الجماهير عليك. الحمد لله. بزيقى رجالة محدد. أمام محدد. أمام طمننا عليك وعلى الإصابة يا إمام. كدما خفيفة الحمد لله. الحمد لله. ألف سلام عليك أمام وترجع بألف سلامة بإذن الله. بسم الله اي حاجة او اي موقف بيبقى يعني كبير من التعليقات اللي انا قررتها وضحكتني بصراحة البعد قالك امام عشور تحسد يعني قالك اللي حصل لامام عشور ده اكيد حد حسدنا فيعني الله اعلم طبعا يعني الامور لا تقاس قوي بهذا الشكل بس يعني ناس من كتر ما هي يعني شايفة ان امام عشور فعلا اداءه رائع جدا في اخر كم مطش وان قد ايه فارق كمان وجوده مع النادي الاهلي وقد ايه صفقة جميلة وقد ايه كمان هو سعيد بتواجده وده بيبان جدا كمان من الاحتفالات المختلفة بعد اي يعني هدف وفي خلال كمان المباراة والانسجام السريع اللي حصل بينه وبين اللعيبة كل ده يقولك في الاخر لان لأ امام عشور فعلا مع كل المشاهد اللي احنا بنشوفها ده ممكن يكون اتحسد ده طبعا كلام البعض يعني مش شرط انه طبع يبقى كلام سليم لكن في الاول في الاخر الكلام السليم هو ان جماهير النادي الاهلي كلها تقريبا كانت يعني حزينة على الاصابة وكانت قلانة على الاصابة اللي كانت يعني الاسف الشديد اصاب يعني اتصاب بيها امام عشور نتمنى لي كل يعني الشفاء والشفاء السريع بإذن الله كنت بقول لحضراتكم عشر ايام تقريبا هيغيب عنهم يرجع لنا بألف سلامة ولا نتمنى ابدا يكون فيه اي اصابة اخرى كل موسم بنيجي نقول كده يا رب الموسم ده يبقى خالي من الاصابات بس الحمد لله يعني نقدر نقول برضو الموسم اللي فات عدد الاصابات كان اقل بكتير من اي مواسم سابقة ده بيرجع لحاجات كتيرة جدا منها النجاح كمان من مدربة الاحمال وغيره 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 على كل حال لسه اخبارنا كتيرة جدا هنروح فاصل ونبيعنا كم مرحبا حضراتكم مرة تانية وخلينا دلوقتي تنتابع اخبار النادي الاهلي والفرق اكيد المختلفة هتكون معنا نورهان طمان من مقار النادي الاهلي بالكزيرة نورهان صباح الهانة عليك وسمعينك ويعني بقالك كتير مطلعتيش معانا كمان في عشرة صبح في الأهلي فيعني بصبح عليك وحكي لنا كمان مع الأخبار أكيد خاصة من نادي الأهلي والفرق عايزين نعرف كمان الأجواء داخل نادي الأهلي وأخبار الجو إيه دلوقتي تفضل يا صباح الفل يا نهوان وصباح الفل على كل مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان الحقيقة طبعا نحن بنعتبر دايما برنامج عشرة صبح في الأهلي ده يعني البرنامج الأقرب لقلبي فعلا وأنا بحب جدا أكون متواجدة معاكي يا نهواند طول الوقت طبعا إحنا هنا من مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة زي ما عودناكم ونطلعكم على أبرز وأهم أخبار والأجواء طبعا الموجودة في النادي في الساعات الأولى من صباح اليوم زي ما عودناكم وزي الأعضاء كمان ما متعودين أبواب النادي بتفتح للأعضاء والعاملين طبعا بيقوموا على أكمل وجه بدورهم لاستقبال الأعضاء وطبعا الوقوف على راحتهم أما بقى طبعا يمكن الأجواء المناخية في الجو الحقيقة يعني يعجبني أنا جدا ويعجبك أنا هوندي جدا أجواء بردة بعض الشيء ويمكن ما فيش شمس ما فيش حر فيعني في عدد كويس جدا في المقر هنا من الأعضاء بيستمتعوا بالساعات الأولى من صباح اليوم أما بقى على طبعا صعيد الأخبار والفري الأول لكرة القدم بعدما فرحونا مبارح بمواجهة نادي الإسماعيلي والفوز عليه بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة طبعا اللي احنا كلنا شاهدناها واستمتعنا بيها واستمتعنا بنجوم النادي الأهلي راحة خمس أيام طبعا بناء على قرار من الجهاز الفني طبعا قيادة السويسري مستر مارسيل كولر لللاعبين استغلالا لفترة التوقف الدولية في الأيام المقبلة كمان خليني أقولك يا نهواندي أنه يمكن طبعا الراحة السلبية هتكون فرقة جدا مع اللاعبين بعد مجهود كبير وشاق في المباريات المقبلة واستعدادا أيضا للمباريات القادمة ويمكن زي ما بقولوا المعمع الكروية القادمة لفريق القرى بالنادي الأهلي والفريق الأول طبعا استعدادا أيضا لمواجهة سيمبا التنزاني إن شاء الله في ربع نهائي بطول الدوري السوبر الإفريقي في المباراة المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر وعلى ذكر سيمبا التنزاني فلعبوا النادي الأهلي حصلوا على التطعيمات اللازمة قبل السفر لمواجهة سيمبا المباراة اللي يمكن طبعا زي ما احنا عارفين هتكون زي ما قلت لكم يوم 20 أكتوبر وفي العودة هتكون يوم 24 إن شاء الله وبعد إن شاء الله تخطي يعني عقبة سيمبا التنزاني النادي الأهلي هيكون منتظر مواجهة سانداونز وبترو أتليتكو والفائز من هذه المواجهة ويمكن طبعا النادي الأهلي كالعادة ما بيهموش هو هيقابل مين واللعبين هيكونوا إن شاء الله على أتم استعداد مع الجهاز الفني ويعني ذكرى الاستعدادات في طبعا المصابين للنادي الأهلي خبر سار إن شاء الله الرباعي هيكون جاهز في الفترة القادمة للمشاركة في التدريبات الجماعية وتحديدا محمود متولي وكريم ندفد السنائي الأقرب للمشاركة إن شاء الله في التدريبات الجماعية أما عمر السلية وصلاح محسن فلسه في بعض الرتوش على البرنامج التأهيلي والبدني للسنائي وانتخب مصر الأول لكرة القدم واللي طبعا بيضم العديد من عناصر النادي الأهلي وعلى رأسهم طبعا كابتن محمد شناوي قائد فريق النادي الأهلي ومحمود عبد المنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية هيسافر إن شاء الله إلى الإمارات لخوض وديتي زنبيا والجزائر في المعسكر اللي هينتهي إن شاء الله يوم 17 أكتوبر الجاري والمباراتين هتقام في يوم 12 و 16 أكتوبر الجاري وطبعا كل أمنياتنا القلبية لمنتخب مصر بالتوفيق وذلك استعدادا طبعا لتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم وطبعا على ذكر المنتخبات فالمنتخب الأوليمبي أيضا هيخوض معسكر مغلق لوجهة الأردن وأسباكستان والديين وبرضو المنتخب الأوليمبي بيضم العديد من العناصر لعبي النادي الأهلي وعلى رأسهم حمزة علاء حارس المرمى وأحمد نبيل كوكا لعب خط وسط الفري الأول لكرة القدم كل التوفيق أيضا لمنتخبنا المصري الأوليمبي وطبعا في مبارياته القادمة أما بقى طبعا على صعيد الألعاب الأخرى ففي فجر اليوم وصلت بعثة كرة اليد برجال النادي الأهلي بعدما فرحونا وتوجهوا بالبطولة الإفريقية في طبعا الكنغو ورئاسة البعثة طبعا بخيادة كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي من باركلهم وأسعدونا وطبعا كالعادة رجال اليد يفرحونا بنتأجههم طبعا اللي احنا بنتشرف بها طول الوقت أما بقى على صعيد كرة السلة فيمكن دربي تكسير العظام اليوم في ربع نهائي البطولة العربية ما بين النادي الأهلي والاتحاد السكندري الحقيقة أنه طول الوقت مواجهة النادي الأهلي للاتحاد السكندري بيكون دربي مختلف وبطعم خاص لأنه النادي للاتحاد السكندري بيضم عناصر قوية جدا في كرة السلة على مدار أجيال متعقبة والحقيقة أنه طول الوقت يمكن دربي الأهلي والاتحاد يمكن هو الأهم في طبعا أي بطولة سواء كانت محلية أو عربية كل التوفيق لرجال النادي الأهلي اليوم الساعة 8.30 في البطولة المقامة في قطر دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الستوديو نحن كمان بنشكرك جدا على التغطية الرائعة شكرا لزميلتنا العزيزة جدا نورهان طبعا شكرا لكي طيب بين أخبار النادي الأهلي خلينا نروح بقى لأخبار ومنافسات الدوري الإنجليزي اللي خلاص زي ما حضرتكم عارفين يعني خلين نقول دخلت مرحلة الجد وحنبدأ كلامنا بالتأكيد هكلم عن محمد صلاح اللي ماشي حتى هذه اللحظة أعتقد مع الموسم الحالي بشكل رائع جدا سميه هايل جدا بس تتكلم تم المباريات سجل من خلالهم خمس أهداف وده أعتقد معدل عظيم ومبارح كمان تحديدا يعني كانت أول مباراة في الموسم الحالي سجل فيها صلاح بدل الهدف اتنين مباراة أكثر من رائعة وتعادل فيها طبعا ليفر بول مع برايتن اتنين اتنين مباراة كانت فعلا فعلا قوية جدا لو احنا حنتكلم فيه بقى إجمالي عدد برضو يعني اللي جوال بتاعت أو أهداف محمد صلاح في البريميوم ليج هو 144 هدف طيب أفكر حضراتكم برضو أو نرجع شيء بلغة الأرقام 144 هدف دول جم منين طيب تتكلم في أول موسم مع ليفر بول سجل صلاح فيهم 32 هدف الموسم اللي بعد كده سجل 22 الموسم الثالث سجل 19 بعد كده سجل 22 بعده 23 الموسم بقى الأخير تحديدا سجل فيه 19 هدف كان مع تشالسي وفي موسم 2014-2015 سجل هدفين عشان يرفع بعد كده عدد أهدافه بالكامل في الدوري الإنجليزي اللي 144 هدف يعني أعتقد رقم رائع جدا للاعب مصري عربي إفريقي فعلا رقم مميز أكيد نتمنى ليه كل التوفيق في المسيرة القادمة وحنرجع نقول تاني محمد صلاح نموذج ناجح ليه نموذج ناجح لأن اللي يرجع شوية برضو ليه التاريخ والتحديات اللي محمد صلاح مر بيها مش قصة دلوقتي أنا بتكلم أصلا هو ناجح دلوقتي لا الشخص الناجح ده إحنا بنشوفه ناجح لكن ما أنا عارفش إيه اللي مر بيه محمد صلاح من النماذج اللي تحدت نفسها وتحدت الظروف كتيرة جدا وفي البداية زي ما حضراتكم عارفين ناس كتيرة كانت لا تؤمن بيه وكانت فرصة برضو اندباموا لبعض الأندية المحلية المصرية قبلت بالرفض ناس كتيرة لم تؤمن أصلا أن ده لاعب جيد أو مميز يعني حاجات زي كده كتير وبنرجع نقول تاني مش مهمة لغير شايفك ازاي المهمة أنت شايف نفسك ازاي المهمة أنت مؤمن من نفسك ازاي علشان تخلي غيرك يصدق ده أو يعرف علنك ده أو تثبت ده ليه فهي دي قصة النجاح المحترمة أو اللي أنا بحترمها جدا على المستوى الشخصي لمحمد صلاح أو غير محمد صلاح على فكرة مش بس كورة القدم في كل المجالات الشخص لما يثق في نفسه ويؤمن بنفسه ويقدر يحقق ويقدر يقلل غير يؤمن بيه عندنا أمثلة كتيرة جدا محمد صلاح ليس المثال الأوحد يعني عندنا أمثلة كتيرة جدا وناس كتيرة مصرية قدرت أن هي ترفع اسم مصر كمان في دول كتيرة جدا فكل التوفيق ليهم لكن أكيد محمد صلاح سأكلم عليه تحديدا لا يعني مشوار رائع حتى هذه اللحظة نتمنى ليه كمان كل التوفيق وكمان سمعنا رومرز أو إشعاعات الفترة اللي فاتت محمد صلاح مكمل محمد صلاح مش مكمل الدوري السعودي طب هو هيكمل بعد كده بعد 20-25 لما ينتهي عقده ولا لا كل الكلام ده سمعنا فيه كلام كتير جدا كمان من صحفة إنجليزية بالمناسبة مش يعني كلام على السوشيال ميديا على كل حال يعني خلينا نتابع اللي هيحصل أكيد الأيام أو الأشهر كمان اللي جاية أخباري كده خلصت بحضراتكم النهاردة هروح فاصل معاكم سريع جدا ونرجع بعد الفاصل عشان نبدأ بقى أولى فقراتنا الحوارية خليكم معانا عندها كلام كتير جدا طبعا عن البطولة العربية لأندية كرة السلة اللي حشارك فيها بإذن الله الأهلي أو سلة الأهلي تحديدا ودي نسخة رقب 35 للبطولة حنتكلم عن المنافسات وحنتكلم عن مشوار الأهلي فيها مع ضفنا العزيز جدا كابتن إسلام علي نجم الأهلي السابق لكرة السلة صباح الهناء أهلا بك يا نوان صباح الفل عليك وعلى كل جمهور النادي بنوارنا وبسعيدة كمان لما بيبقى معانا يعني نجم في رياضة ما برضو حتى لو سابق لأن بحب دايما نروح للنستالجيا هي مش نستالجيا قديمة أبا أنا عارفة يعني بس برضو ونقارن بين الماضي والحاضر ومستوى كمان السلة تحديدا في الأهلي وغيره نحب دعا معيك يا كابتن من النقطة دي خلينا نقارن مستوى الرياضة دي تحديدا فيما سبق وفي جيل حضرتك تحديدا وحاليا صباح الخير عليك وعلى جمهورنا دي الأهلي وعلى كل أهلنا في مصر جميعا المقارنة يعني ممكن تكون فيها سنة ظلم لأن الأول كان في حاجات متميزة عن دلوقتي دلوقتي في حاجات متميزة عن الأول في إي وإي بقى؟ المتميز زمان أن كان مجالة منافسة عدد الفرق اللي بتنافس على البطولة أكبر الموهبة كانت أكتر عدد اللعبة اللي عندهم موهبة في كل فرقة كانوا أكتر النهاردة الحالة المادية في النسبة للعبة أعلى قوة والسرعة أعلى في حاجات هما وصلوا لها دلوقتي حاولنا نحن نوصلها على أيامنا معرفناش إيه العالمية يعني الاحتراف كمان في الخارج مثلا الاحتراف في المنح الدراسية الحاجات دي بدأت تظهر بشكل بيئر دلوقتي فكل وقت وليه مميزاته ولكن بشكل عام فرقة الأهلي ماشية بشكل كويس دلوقتي نتمنى أن الموضوع يدوم أداءهم في البطولة العربية مش أحسن حاجة وده متوقع على فكرة متوقع أنا من وجهة نظري متوقع وأقول متوقع ليه إنما عندهم النهاردة مباراة مصرية إن شاء الله ربنا يوفقهم ويفوزوا بيها مباراة مش سهلة خالص ظروف المباراة دي إنهم خسروا مطش في المجموعة خلوهم يحتلوا مركز الثاني فهيقابل الاتحاد السجنداني في ذور التمانية كنا نتمنى أن نقابل الاتحاد السجنداني مش خوف من الاتحاد السجنداني نتمنى أن نقابل الاتحاد السجنداني في النهائي عشان يبقى النهائي مصري خالص إنما خسارة الأهل من بيروت اللبناني في المجموعة خلوها يحتل المركز الثاني فبالتالي هابلنا الاتحاد في ذور التمانية للأسف أنا أقول للأسف لأنه كنت أتمنى أن ننهائي بقى مصري لكن للأسف فرقة من الاتنين هتخرج من البطولة النهاردة نتمنى أن الأهل طبعا يفوز ويكمل ولكن فرت الاتحاد فرقة قوية ومدعمة السناني فكان حيبقى النهائي قوي جدا ويشرفنا إحنا كمصريين إحنا نبقى دايما النهائي دايما مصري أنا ليه أقول متوقع خسارة البطولة لا مش خسارة البطولة متوقع الأداء المش أحسن حاجة في البطولة دي لأن هم راجعين من بطولتين وراء بعض بطولتين أقوية جدا جدا يعني آخرهم كاس عالم الأندية اللي كان في الفلبين من حوالي ثلاث سبيع وشهر فدايما حمل البطولات بيبقى برغم أن جزتي بيعمل روتيشن هايل هايل يعني وملفت للنظر جدا ولكن حجمه وقوة البطولة اللي فاتت واللي قبلها مخلي اللي يبقى وصلت لمستوى فني وبدني عالي جدا والطبيعي في كورة السلة أو في الرياضة عموما بيبقى فيه كيرفة لو أو كيرفنزول بالنسبة للحالة الفنية والبدنية يعني كان إجهاد مثلا إلى حد ما يخلينا نقول مش عايزة أقول إجهاد لأن الحمد لله ما حصلش إصابات ولكن هو إجهاد عام بشكل عام مش عايزة أقول حال التشبع توقيت البطولة يعني ممكن ما يكونش في صالح الفرقة أنه هو جاي بعد بطولتين أقوية جدا البال اللي هي أفريقيا واللي مهيرة كاس عالم وكاس عالم من دي فمش عايزة أقول تشبع ولكن هو فيه سنة زهق كده ممكن يكون اللعيب أنا كنت لعيبه وعارف اللي أنا بقوله ده كويس جدا اللعيب من كتر البطولات بيحصل له زخم كده أو حالة تشبع شوية بالتالي بيأثر على المستوى الفني والبدني هما في البطولة دي الدول الأولاني يكسبوا كل المرسوات مع عدم ورش بيروت ولكن الأداء من وجهة ناظري ما كانش أحسن حاجة مكسبنا للفرقة اللي كانت في المجموعة آه الحمد لله الفرقة قوية لكن الفرقة اللي احنا قابلناها مش بقوة بيروت الليبناني أو اللي تحس كنتنا اللي حلقنا النهاردة على مستوى الفرقة أو على مستوى المحترفين آه ولكن كل ماتش وليه ظروفه يعني مثلا ماتش بيروت الليبناني رغم ان احنا خسرنا تاني يوم على طول أو بعد يوم من لعبنا الفتح السعودي فرقة كويسة مع المحترفين كويسة كسبنا فرق 40 بونت فهو كل ماتش وليه ظروفه وكل اللي انا بقوله ده ممكن يتغير تماما النهاردة وأتمنى ان يتغير تماما النهاردة مستر اجوستي مذاكر في الاتحاد كويس أنا لسه عايز اسألك فنيا بتشوف هذا الرجل وهذا المدير الفني عبقاري آه يعني من ناحية الفنية ومن ناحية كمان الانسجام مع اللعيبة وتطوير أداءهم يعني بتطلق عليه عبقاري فعلا آه بصراحة لأنه بيدير المباراة أو بيدير المنظورة مش فنيا بس فنيا وشخصيا شخصيا بليدر كويس قوي بيعرف ازاي يعني يفرد رأيه وشخصيته على الجهاز المعاون قبل الفريق ودي حاجة تحسب له أنا كمدرب حاليا بحاول اتعلم منه الجزئية دي مهم جدا جدا فرض الشخصية مش فرض الشخصية اللي هو الدكتاتورية ولكن فرض الشخصية اللي هو يعني كل واحد عارف دوله ايه أنا مدرب وانت العيد انت شغلتك ان انت تتلعب وتغلط وانا شغلت ان انا صلح لك هو وصل لمرحلة ان اللعبة بعندها ثقة فيه فلو هو اليمين حيبق يمين حتى لو اليمين ده غلط صحيح ودي بتبقى أنا يعني من تجارب كتير وخبرات كتيرة ما بين اللعبة والمدرب على مدى بطولة أو بطولتين أو سنة أو سنتين وقعد مع النادي بقى له سنتين اهم لا محقق نجاحات كبيرة أنا دايما بتبنى هذه أوجة النظر دي اللي يقولك مدير فني ناجح لازم يكون ناجح في الشقين الشق الفني والنتائج والشق كمان الانساني والنفسي مع اللعبة وأعتقد وجوستي بوش من اللعبة اللي قدرت فعلا تجمع بين الكنين أنا عايز أقولك أن الشق النفس ده ممكن فوقتها بقى أهم بكتير من الفني صح صح أهم بكتير من الفني وعلى مدى تاريخنا وإحنا بنلعب فيه مدربين عندهم النموذج ده إنه ممكن ما يكونش فنيا أحسن حاجة بس بيعرف يوصل اللعيب لحالة نفسية وزهنية وعلاقة إنسانية ما بينهم اللعيب يخليه بالبلد كده يدي له عنيه هو عامل الكلام ده وزودي على اللي أنا قلته ده الشخصية القيادية اللي في الملعب قوي جدا شخصيته قوي جدا سعب توصل لمرحلة العند أو مرحلة فرد الرأي بالقوة إنما في وقت ملأوادت الكلام ده ناجح الجهاز المعاون معاه طبعا كلهم جرحي ورامي دياستي وكابتن طاري غنام طبعا ودكتوري داخلات الجهاز المعاون الفني والإداري أنا على اتصال بيهم باستمرار ودايما بتكلم معهم في الأمور اللي جنب النواحي الفنية لأن النواحي الفنية احنا بنشوفها النواحي الفنية احنا كمدربين ولعيبة قصر كورتسلة احنا بنشوف الكلام ده في الملعب فنقدر نقرأه إنما الجوانب النفسية والتعامل ما بينهم اللعيبة مش هنشوفه صحيح فدايما بنسأل على الأمور دي فبيأكدوا لي إن أنا بقول لحضراتك ده إن هو ليدر قويس كوي شخصية قوية جدا اللعيبة وصلت إن هي برغم الشخصية القوية اللي بتحبه ودي أهم حاجة دي نقطة فعلا مهمة جدا جدا المدرب لو وصل لها بأقل عوامل فنية ممكن يطلع إنتاج كويس أنا بشوف دايما مدير الفاني الرائع أو المتميز هو مش بس النتائج معاه بتختلف أو بتبقى أفضل لا كمان فكرة إن هو يطور اللعيبة أنا شو بتكلم بس في السلام بتكلم على كل الرياضات ويمكن كمان ممكن أذكر مثال الفريق الأول عندنا فلكورة القدم فهي قصة كلها إن أنا إزاي كل لاعب عندي بطور من أداءه وبطلع الإمكانيات وبستغل الإمكانيات اللي عنده وبوظفها على بالشكل السريم في الملعب دي بتبقى عينه هو ممكن يكون شايف حاجة في اللعيب إحنا مش شايفينها طبعا أنا هدي مثال بفلة البسكت مثلا مثلا يعني اللعيبة الصغارين في السنة زي عمر زهران أو مؤمن طريخ خيري أو كريم حاتم أوب اللعيبة دي لعبة كويسة على فكرة لعبة كويسة جدا بس توهجوا مع عقوست في الملعب برغم إنهم مشاركاتهم مش كبيرة قوي بس تثناء عمر زهران عمر زهران مشارك بالنسبة كبيرة إنما ظهر ليهم شكل الكلام ده توظيف الكلام ده توظيف أجوست إيهم الكلام الحاجة بتقوليه نفس الكلام أحمد مهيب أحمد مهيب مثلا وارد جديد لنادي الأهلي بقاله حوالي سنتين أو ثلاثة مشاركاتهم مشاركاتهم مش كبيرة قوي مع الأهلي ولكن الوقت اللي بيشارك فيه مؤثر جدا جدا إزاي أوصل اللعيب إنه هو بمشاركات قليلة يبقى مؤثر جدا دي العين وثقة المدرب في اللعيب وثقة اللعيب في المدرب أنا بكلم حاجة دوقتي هو عوامل كتير أو بعيدة عن الجناحة الفنية عوامل اللي هي إزاي أتعامل مع اللعيب إزاي أحطه في ظروف مناسبة إزاي أطلع منه الحاجة الكويسة هو ما شاء الله ناجح جدا في الموضوع لو عندنا صفقات كمان كانت مؤخرة أو تحديدا الموسم اللي فات انضمت وتقلقت بشكل كبير يعني من استفقات أنا فاكرة لأن تحديدا أهو عمر عمر عرابي يمكن من استفقات أول مجاد برضو لكل كان من الجماهير بيتكلم أن عمر ما شاء الله من أطول تقريبا اللعيبة الموجودة هو أطول هو أطول واحدة هل شفته قبل كده كذا مرة على الحياة ما شاء الله يعني لأ هو باثنين متر وحاجة تقريبا اه وهو كان لعيب مهم جدا في الجزيرة بس برضو تأكيدا لنفس الكلام مع نادي الأهلي حاجة تانية خالص ظاهر بشكل كويس جدا وباينت أكتر بقى في تصفات كاس عالم مع المنتخب الأخيرة اللي هو عمر ما اتاخدش ما اتاخدش مع المنتخب في كاس عالم الأخيرة تصفات كاس عالم لعب مع نادي الأهلي كاس عالم قندية بان شكله تماما لأ عمر لعيب مهم جدا جدا فعلا زم حاجة تقولي تطور كتير يعني بيعمل حاجات في الأهلي ما كانش بيعملها في الجزيرة زمان صحيح وده تأكيدا لكلامك إن ازاي في لعيبة بتتطور صحيح لو حتكلم عن فرص الأهلي بقى لحصد لقب البطولة ان شاء الله فرصنا ايه وإيه اللي نقدر نقول عليه المطشاط اللي نقلق منها برضو إلي حد ما كابتان إسلام هو إحنا لو عدنا مباراة النهاردة والنسبة قد إيه برضو عشان خلينا نتكلم نقطة نقطة عشان نبقى صراحة أنا ما بلعبش فرقة قليلة أنا ملاحب فرقة بطل زي زيها فرقة الاتحاد السكندري لها خبرة طويلة في البطولات سواء المحلية أو العربية محترفين معهم محترفين قوي جدا كويسين جدا على مستوى كابتان أحمد عمر مدير فني جديد لنادي الاتحاد السكندري وروح جديدة ودايما الفرقة لما بيجي لهم دارب جديد أو لعبة جديدة وليها روح جديدة وشكل جديد ومقديم شكل كويس جدا جدا في نفس البطولة بل بالعكس نتائجهم على مستوى المجموعة أفضل نوعا ما من نتائج جناد الأهلي ولكن في النهاية إحنا بيتنا بدور التمانية مش عايز أقول إن فرصنا أكبر ولا لأ ولا الموضوع صعب حقول خمسين خمسين وده إنصافا يعني خمسين خمسين إنما برغم إن المطس صعب جدا إنما في ميزة برضو إن إن شاء الله ربنا كلامنا وكسبنا النهاردة الدور قبل النهائي مباراة نوعا ما أهدا شوية يعني دي المباراة اللي نقلق منها بعد كده اللي جاي ربما يكون أفضل قبل النهائي لكن إن شاء الله لو عدنا مهاردة وعدنا قبل النهائي النهائي غالبا غالبا على حسب الجدول اللي أنا عارفه هيبقى مع الكويت الكويتي اللي هو هيبقى النهائي الثالث على التوالي ده إيه بقى الفرص الفورق الفنية هنا نحنا النهائي الثالث على التوالي اللي هو أهل مصري وكويت الكويتي هنقول النسخوتين اللي فاتوا. الاهلي موصل الكويت. الكويت كويت كسب واحدة والاهلي كسب واحدة. فهنقول حتى الان خمسين خمسين. انا بقول ان النادي الاهلي السنية في البطولة دي. برغم ان كل ما تنظروفه. هو مش مقدي بشكل يطمننا قوي. بس معزولين. انا لازم اقول معزولين. لان لسه بروس بداية كلامي قولت خارجين من البطولتين اقوية جدا جدا. وبرغم ان اوغوستي عام روتيشن كويس. انما الموضوع الاتحاد جاي من فترة اعداد. كان في المعسكر الخارجي بر مصر. مش مرهق فنيا وبدنيا. مش جاي من بطولة زينا. روح جديدة زي ما بقولك. فالموضوع مش سهل. ولكن الموضوع في ادينا. عندي ثقة كبيرة في الفرقة. وحاصل بقالهم سنتين ساعات بيبقوا وحشين. انه بيقفوا على الرجلين بسرعة. خبرة اوغوستي ستساعد. ثقة اللعيبة في اوغوستي. شوفنا المونتا ده اكتر من مرة برضو. فكل اللي انا بقوله ده ممكن يتغير النهاردة. يا مساحل. على الورقة والقلم. اللي انا بقوله ده على الورقة والقلم. انما على ارض الملعب. لا وارد كل حاجة تتغير. وان شاء الله يبقى الولاد عندنا ثقة فيهم النهاردة. والمحترفين رغم انهم حتى الان مش مقدين بشكل كويس. لكن الثلاث محترفين اللي معنا سيفيهاتهم على اعلى مستوى. وده اختيار اوغوستي. وانا مأيده رغم ان في ناس معترض على المحترفين دول. لكن انا وجهت نظر الشخصية محترفين على الاعلى مستوى. احنا عندنا ثلاث محترفين منين؟ عمر عبادة بلايميكر الاساسي في منتخب تونس. لعب عنده خبرات كبيرة جدا. ولعب مع منتخب تونس اتنين كاس عالم وولمبيات. سيفيه محترم يعني. الاثنين الامريكاني التانيين نوريس كلها. اصلا سابق. لعب ام بي اي. احنا عالفين يعني ايه ام بي اي طبعا. فاكوادي. لعب امريكاني محترف. لا ثلاث محترفين على المستوى. ممكن المستوى بتاعهم طالع نازل. اتمنى تظهر النهاردة. وعلى فكرة في كاس عالم الاندية. خبرات الثلاث محترفين ظهروا في الوقت. لان المحترف الكويس. او اللعيب اللي عنده خبرة كويس. ممكن في الامور العادية ما تظهرش خبرته. تظهر في الوقت الكريتكال اللي انتي محتاجه فيه. وده اللي حصل معهم في كاس عالم الاندية. واتمنى ان يحصل معهم النهاردة ان شاء الله. رائع جدا. انا هنروح ونرجع للنقاط مختلفة. عايزة اروح شوية لفريق السلة سيدات. رؤيتك بردو كابتن اسلام حتى هذه اللحظة. الاداء تقييمك ليه ازاي. هل ممكن نتكلم ان مثلا للفترة اللي جاية بردو. عندهم فرصة كبيرة ان هم يوصلوا الرانكينج مختلف. ايه اشد بردو التنافس او الفرق المنافسة لنا. هيا اعرف منك. فريل دراج والسيدات يعني ما شاء الله نمشك الخشب ما نحسدهمش. يارب يكملوا على هم فيه. السنة اللي فاتت عاملين موسم تاريخي. لعبه خمس بطرات كسبه الخمسة. بقيادة طبعا طريق خير يا اخوات كبير وحبيبي. ومدرب محترم جدا. وتاريخه محترم على مستوى اللعب وعلى مستوى التدريب. السنة دي هو كبطل دوري السنة اللي فاتت له صفقة واحدة. حسب لوح الاتحاد المصر كورتسلم عمل الصفقة الوحدة غير المحترفة. مجال المنافسة في كورتسلم السيدات مش بقوة الرجال. اللي بينافسنا على مستوى البطولات المحلية ممكن فرقة او فرقتين. بعكس الرجال طبعا يعني. الدوري اللي مرتبط بدأ مع كابتن طاري خيري بدأ. ما شاء الله العلامة كاملة ستة من ستة. ان شاء الله يكملوا على كده. لان هما السنة اللي فاتت زي ما قلت لك خمسة من خمسة فهم طمعيننا. اللي المنافسة الوحيد ليهم على مستوى البطولة ممكن نقول سبورتين. الاتحاد السكندري عمل فرقة سيدات السنة دي. بالو سنتين عامل السنة دي. بدأت تظهر النتائج فممكن يكونوا. ودايما الباسكت في اسكندريا بيبقى له شكل. هليوبلس. زهور مصر التأمين. فرقة السيدات. مش بقوة نهاية نفس على البطولة. لكن ممكن تأثر على اللي بيكسب او يخسر البطولة. فربنا يكرمهم ويكملوا. يكملوا بنفس الشكل اللي هم عملوه السنة اللي فاتت. وان شاء الله يعملوا مسلم تاريخي برضو السنة دي خمسة من خمسة. على مستوى افريقيا. محتاجين يعني محتاجين شغلوا اكتر لان ما لعبوش افريقيا خالص تقريبا. لما شاركوا فتوة افريقيا ممكن يكون ما وصلوش للتمانية. المجال المنافسة على مستوى السيدات في افريقيا أصعب أصعب كتير. إنما بدعم مجلس الإدارة وبخبرة الفرقة اللي بتاخدها مع كابتن تاريخ خيري. لا هم رايحين في السكة الصح وان شاء الله يكون لهم دور على مستوى افريقيا ان شاء الله. يعني آخر سؤال عشان وقت بيجري كابتن اسلام. ايه احلى ذكرياتك مع الفريق برضو او ايه اكتر منافسة ما تنسهاش او بطولة. على مستوى اللعب ولا تدريب. لا اللعب. اللعب دوري عام طبعا خدنا ثلاثة دوري عام. منهم دوري عمري ما حنساه خالص. مع الزمالي في نهاية دوري السوبر. كنا احنا كاسبانين وخسرنا ماتش واضطررنا نعمل ماتش فاصل. وكسبنا في ماتش الفاصل. بعد يعني كنا متأخرين في الماتش وعوضنا وكسبنا في صلة واحد في الصلاة القاهرة. صلة واحد في الصلاة القاهرة اللي ما عرفهاش. اللي بتلاح فيها كاس عالم هند بول. اللي هي الصلة الدائرية. الصلة دي كانت مليانة على الجمهور. ودي نقطة مهمة جداً كنت حاول أن اتكلم فيها. ان ملعب البسكت من غير الجمهور ماليش طعم خالص يعني. والله اري اي رياضة فعلة لها. طبعا اي رياضة فعلة. بس انا اتكلم على البسكت عشان مجالي. ملعب البسكت من غير الجمهور ماليش طعم خالص. ووجوده بيفرق معاكم. حتى لو بلعب. يعني نتفرج على البطولة العربالي الشغالي. بنتو حتى في التدريب انا بشوف بيفرق يعني. جداً جداً أجواء مختلفة تماماً. يعني لو نتفرج على البطولة العربالي الشغالي دوقتي جمهورنا وأهلينا في كتر. سواء اللي عادين هناك أو اللي راحوا يتفرجوا على البطولة. لا مخالين طعم المباراة شكلها مختلف تماماً. يعني. يعني ايه ملعب مدرج من غير جمهور. يعني. 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 اللي خلينا نمنع جمهورنا يحضر. لو في اي شغب أو في اي حاجة الموضوع ممكن تتقنن يعني. 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 نطري خاري مع الفريد أول كورس سالة رجال. أه. كنا مسكنين الفريق والعبنا بدوت أفريقيا في النادي عندنا. آآ. 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 ألفل وستاشر. من أقوى وأصعب وأحلى البطولات اللي كسبناها. لأن كان النادي منظومها عندنا في النادي. تنظيم عالمي على أعلى مستوى. على أعلى مستوى. كل حاجة فيه كانت كويسة. وكان الجمهور مسموح بيه في ال... يدخل المبارات ده من لوائح الاتحاد الأفريقي أصلاً إن لازم بطولة فيها جمهور كان الجمهور مفيش مكان يقعد فيه تنظيم على أعلى مستوى فرق قوية جداً كان موجودة في البطولة ما كانش نقص جل إن إحنا نكسى ببطولة وكسبنا البطولة فعلاً كانت من أحلى البطولات اللي رجعت علينا في النادي الأهلي هنا جميل جداً كابتن إسلام أنا بشكرك على الفقرة دي وجودك معنا بجد أنا يعني مبسط جداً إن شاء الله هنلتقي تاني إن شاء الله مرسي جداً وانت خلاليك وافتخدنا كريم وانشاء الله بكرة بإذن الله حينضم بس وكان عنده ظروف كده عائلية نروح فاصل سريع ونرجع مع حضراتكم خليكم معنا وآخر فقرة خلينا نتكلم في الفقرة دي عن يعني الحمد لله فوز جديد بيضاف للموسم الجديد للأهلي ونتكلم عن ثلاثية مقابل هدف أمام الإسماعيلي ومنافسات الدوري ومباراة كانت رائعة جداً وحنتكلم أكيد عن التفاصيل المختلفة وعن التحديات كمان القادمة خليني أراحب في البداية بدايفي العزيز جداً الأستاذ محمود صبري الناقد الرياضي صباح لهنا يا أستاذ محمود أهلا بيك سعيدة جداً وجود حضرتك بجد معنا الفقرة دي وأنا عارفة أن حضرتك بتحب الصراحة وتحليلتك دايماً ما فيهاش مجملات أنا حبدأ معيك ومش هقولك رؤيتك ليه الموتش بالأمس أنا حقول لحضرتك إحنا ليه ما أحرزناش أكتر من ثلاث أهداف شفت بقى طبعاً الأهلي لعب مباراة كبيرة أمام يعني منافس له كل الاحترام أما النادي الإسماعيلي والأهلي دايماً المباراة أخذت طابع الدرب في السنوات الأخيرة يعني مباراة مصيرة هي دي المباراة اللي بتقبقى نتيجها اللي انت بتشوفيه ارتفاع المستوى الفني من فترة كبيرة جداً ما شفناش الإسماعيلي يعب الأداء ده قدام النادي الأهلي ممكن يكون يعني النادي الأهلي يعني مش عاوز أقول قدر فرصة لكن فيه بعض الهفوات والأخطاء وجملة من التقصيب من جانب بعض اللاعبين لكن المحاصلة النتيجة 3 أو 1 كم يمكن تكون النتيجة أكبر من كده وكم يمكن فرصة أنك انت تعملي أكتر من كده خاصة أنه التغييرات اللي بيعملها كولر في الفترة الأخيرة أنا شايف فيها رؤية خاصة أنه بيبدأ بنزل ناشئ يديله الخبرة وده شيء مهم جداً لما تكون كسبان وفرقة مالك الملعب ومسيطرة بتدي فرصة أنا كنت بتدي ناس خبرات تجاهزها لموسم مرهق موسم متعب اللي جاي موسم صعب جداً على الجميع وخاصة على الأهل يغلق ملف الدولي لمحل النهاردة فبقى عندك بقى راحة خمس سيئة بعد كده الاستعداد بقى للمواجهات النارية والصعبة ولها في تنزانيا أمام ملعب سيمتالي عن أخيره بجمهورة أمام جمهور نادي سبا التنزاني المبارات المباريات الجيدة التي تلعبت من جانب الفريتين ومنافسة حتى صفرت النهاية الأهلي أهضر كثير من الفرص كان بإمكانه يعمل نتيجة كبيرة تحية وجبة للفري الإسماعيلي قدم مباراة امتلك الشجاعة يعني راح نجول لكن فارق الخبرات والنهاية واللمسة الأخيرة حسمت المباراة الصالح النادي كلام محترم جداً ويمكن ناس كتير علاقت فعلاً على أداء الإسماعيلي أنه مختلف تماماً عن الموسم الماضي لأن الموسم الماضي كان الإسماعيلي متدني بشكل كبير جداً لكن ربما الاستقرار الإداري هذا الموسم أدى شوية إلى تحسن الأداء وكمان أكيد مع خبرة كابتن إيهاب جلال بشكل كبير جداً وأتكلم أصلاً عن المباراة وكان ليت تصريحات برضو محترمة وأتكلم أنه برضو عندهم مشاكل في اللمسات الأخيرة وأتكلم أنه برضو عندهم صغر سن إلى حد كبير مقارنة من نادي الأهل يعني أمور عديدة لكن أكيد فكرة أننا نشوف الإسماعيلي برضو بيلعب بشكل جيد حتى هذه اللحظة ثلاث مباريات أكيد يسعدنا كجماهير تعشق الأنداء الجماهيرية في الأول وفي الآخر دي نقطة مهمة على الصعيد الآخر إحنا أحرزنا ثلاث أهداف أستاذ بحمود أني أكتر هدف شايفه الأفضل من ناحية الأسست وبعد كده الإحراز لا يعني هم يفص على ذلك الثلاثة فيهم شغل وخاصة الهدف الأولاني جملة رائعة جدا ودي يمكن إمام عشور خد فيها العين لسه قد تقول والله بعض الناس على تويتر تقول لك إحنا اتحسدنا أو يهب إمام عشور اتحسدنا ويحمد ربنا أنها جدت على قد كده يعني لكن هي جملة رائعة وعاوز أقوله أنه فيه تطور ملحوظ في الجانب الهجومي في الحركة والنقل والتحرك كمان بدون كورة وهنا أنت النهاردة في كل مباراة يبقى الإطار الفني عندك بيتطور من رحلة أخرى هنا إمام عشور خلاص دخل في التركيبة فبدأ يقدي وفيه تناغم ما بينه وما بين حسين الشحات وما بينه وما بين علي معلول وما بينه وما بين لبيرستاو وفيه شغل تلقي مهاجم وتلقي بلاي مايكر مديري أنتوني مدرست ننزل لمصر ملعب يعني عاوز أقولك إيه لا فيه حاجة فيه شغل بتعمل في ملعب إمام لا أصبح دخل الميكانزم ولسه مداشي يعني عاوز أقولك إيه مش عاوز أنها تستعجل وما تضخمش الأمور لأنه لسه المصر طويل والمواجهات الأفريقية الصعبة خاصة دور الأفريقي أو حتى دور أبطال أفريقيا لما ينطلق لكن أنا أتمنى أشوفه كمان بأداء أفضل مع المنتخب لأن المنتخب هيبقى يعني اللي في الأعلى والمشهد كبير جدا خاصة يعني لكن طبعا نصيب أنه مرحش المعسكر بتاع زنبيو الجزائل يعني ريح فرصة سبحان الله التوفيق عدم التوفيق فتيجي إيه ليكوكا يعمل واحدة من أربع التمريرات تشفيها مع هذا الموسم رائعة جدا عين مش تلاتة أربع عيون خمس عيون إيه إزاي حس بيها وديها وتحرك وتحرك حسين الشحات في الكرة من خلف دفاع الإسماعيل كانت رائعة من الحاجات برضو مميزة برس تاو أصبح تخصص بقى تسجيل في نادر إسماعيل تقلق بشكل كبير جدا مع كولر برضو أستاذ الحمول إيه سر ده يعني بيرس تاو أول ما جي خلينا بقى سرحة البعض كان قال لك يعني هو إمتى بقى حنشوف بيرس تاو إمتى حيقدي إمتى حنحس به ده كان في الأول بس مع قدوم مارس الكولر أنت بقيت زي بحريك بتقول دلوقتي أنت خلاص بقى أمر طب يعني بيرس تاو يأخذ رجل المباراة يأخذ رجل المباراة يأخذ أهداف أو من أفضل الأهداف كمان في المباراة طبعا أنت إنتي لما تبص هتلقي في ناس كتير مصطوح تطور معرّج هو ده أكوكا اللي عادي بتاعنا يعني صح إصرار والدفع به قدم لك وجه في عندك مصطوح حسين الشحات هو مصطوح حسين الشحات السنة القابل اللي فاتت حسين الشحات شفت أنت مصطوح تطور عمل صحيح الشغل والروع واللعب والأداء الجماعة شفت مصطوح كهرباء كان فين وبقى فين يعني في اجتهاد وهي الكرة مش هتديك كل حاجة بس أنت هتدي كل حاجة هتأخذ اللي أنت عايزه فهنا فيه شغل كبير جدا بتم من الجهاز الفاني والرجل حريص على مرحلة التطوير واعتقد التطوير والوصول للمستوى المطلوب والأداء الجماعي الأكثر ربعا هيبقى هزهر السنة مع الأهلي في كتير مباراة خاصة أنت السنة داخلة هيبقى عندك 3-4-5-6 دربيات كبيرة على سواء على مستوى القارة الأفريقية سواء على مستوى كأس العالم الاندية سواء على مستوى المحلي فأنت خلاص أصبحت وصلت إلى قمة لازم تبقى عارفة أن كل مباراة بالنسبة لك دربي كل مباراة بالنسبة لك كهاز فمحتاج أنك أنت تطوري وتجددي وتفاقي المنافس بشغل هو ما شافوش قبل كده لو أنت اعتمدت على الروتين يعني ليش سكواد واحد يتعامبك أكثر أنت عند درات كل ناس يحتاج أننا رأس حربة أنت مسجلك مدف تقل 17 هدف بدون رأس حربة فده إيه برضو ده شغل ده شغل جهاز فني ده شغل مدير فني الأطراف هنا أصبحت عندك عندك بديل واثنين عندك برستاو مش في حالته بأحمد عبقادر عندك حسين الشهاد موجود عندك ريدا سليم عندك طهر محمد طهر ماشي عندك أنتوني مدست عندك كهرباء لما برجع من اللقاء في المحلي فعندك قفشة عندك يعني عزوالك مرون عطي يعني عندك التشكيلة فيها مهم ربنا يحمي يعني من الإصابات ودي أهم حاجة وتبقي الحالة الفنية على فالآله يعني نتمنى يعني سنة دي إن شاء الله هنشوف يعني موسيق مميز نتمنى إن شاء الله التوفيق كمان في الدولة الأفريقية والانطلاقة مهمة جدا كمان إنك أنت على معسنبا وعلى ملعبه دي برضو ومحتاجة تركيزه وعلى فكرة يعني برص يعني بفرقة هتيجي من فين هتيجي من المرات على القاهرة كنت أتسفر يوم 17 أجلت يوم عشان تستني تجمعي الشتات بتاعك من كل حتة المحترفين اللي جاي من جنوب أفريقا واللي جاي لك من المال واللي جاي لك من تونس اضطررت السفر يوم 18 السفر يوم 18 توصلي 19 هتتمرني تهمين خفيفة كده وتلعب المرش يوم 20 مشكلة العائلة المعتادة الضيقة في الوقت والناس فاكرة أنه ركوب الجو سهل لا ركوب الجو صعب جدا ليه برضو تمنه طبعا جاده دايما الرياضي أو إنسان العادي يبقى أهم حاجة عنده تركيز الزهني مش العضلي فقط يعني لذا كانت تركيز الزهني في حالته هتبقى فيه مشكلة بالنسبة لك أنا أتفق مع حضرتك جدا أنا هروح لكذا نقطة أول النقطة اللي حضرتك ذكرتها وكل جماهير النادي الأهلي من لحظاها وهي فكرة الجاهزية الموجودة مش سكواد واحد لا أكتر هتعندك سكواد كامل وسكواد تاني برضو كامل لاعب يغيب إصابة أو مثلا بأي أسباب أخرى أنت كده كده برضو عندك اللاعب اللي يغطيه وأكتر من لاعب كمان فما بقناش نحس باللي كنا نحس به شوية وقت مسماني على سبيل المثال وقت مسماني غياب لاعب أساسي كان بيبقى فيه يعني تأثير بشكل كبير على الأداء وعلى النتائج لكن حاليا ده الحمد لله عملنا تغطية عليها بشكل كبير جدا الحاجة التانية اللي كنا بنعاني منها يمكن اللمسات الأخيرة وقولر أول ما نضم للنادي أهلي تحدث وكان بيتكلم بعد كل مباراة على النقطة دي يقولك إحنا لعبنا كويس جدا لكن ما زال عندنا أزمة في اللمسات الأخيرة من وجهة نظرك أستاذ محمود قدرنا نتغلب كمان على النقطة دي ولا لسه ما زلنا بنعاني شوية لا تغلبت عليها بس لسه فيها شغل لسه فيها شغل وإنت تروح النقطة مهم جدا وهو أنا يعني بحيي عليها وبتمنى أنه يكون عنده جراء برضو شوية فيها التدوير تدوير تكسب واحد واثنين وثلاثة واربعة لما تكون ركب المبارا لما يكون مبارا عندك ثلاثة أربعة وعندك وقت نصف ساعة إدي اتنين ثلاثة فكويس أنه هو بيدي نقس الأهلي جابها ودفع فيها مبالغ طائلة ومهم جدا وشايفة عناصر مهمة جدا أنت بتجاهز نفسك وبتطور وبتقدم خدمة مش للأهلي بس كمان للمنتخبات الوطنية فلما يبقى عندك بتكتير من ورقة وتحطها وسط النجوم دول يأخذ يكتسب خبرة عنده حيوية ممكن فجأة يفجأك بأداء أنت بتتوقفوش ممكن أن الكرة تمشي معها إما الكرة بتديك بتخليك بقى في حتة تانية فأعتقد أنك أنت الإشراك لاعب وبرضو التفكير في بعض الأماكن أنك أنت محتاج فيها بعض الشباب يكونوا موجودين وحاضرين لأنه مش ورق طبيل ومش ورق صعب برضو دي بتبقى وجهات نظر رؤية مدير فن صاحي يعني مش قاعد كده على الخط وبتفرر وبتمشي على الخط وشوف لا شايف عارف اللي في ظهره إيه وقال اللي في الملعب قدامه عام ليه فشيء مهم جدا أنك أنت خلاص كمان التفكير في أنك أنت بتقلل متوسط العمر للفرقة تدريجيا أما بين السن والخبرة بالسن والخبرة ولما بتدي النشأ ده خبرة بيبقى ده وإيه أكبر وخلاص بعدين إحنا قياس باللي إحنا بشوفه بره في أوروبا خلاص ما عادش سن 17 18 السنة ده ناش ده لعبة أساسية ده عندنا 23 بنقول عليه ناش أه لا إحنا بحتاجين ننزل ننزل بالحدودة دي ونشوفه 17 وال18 وال19 بيجروا في الملعب وما فيش حد يعني يعني هيتولد كبير لا لابد أنه يقطأ ويتعلم ويقطأ ويتعلم حتى يصل للمحالة فأعتقد أنه فيه شغل كبير جدا النهاية واللمسات الأخيرة تحسنت بالنسبة كبيرة جدا لسه في حاجات تانية أعتقد أنه كولر في دماغه وفي تفكيره يصل لمستوى يبهر بيه جماهير الأهل وكله من يتابع لها في كل مكان طيب أنا عندي نقطتين أريد أن أتكلم حضرتك فيهم برضو خاصين بكلامنا ده أولا هبدأ بالمنتخب الأولمبي وهاخد من فكرة أنه دلوقتي التدوير اللي بيحصل وإعطاء فرص للناشئين أن هم يشاركوا بشكل يعني أكبر كي نقول من السابق وده حينعكس على برضو المنتخب الأولمبي بتاعنا المنتخب الأولمبي للأسف الشديد عندنا بيعاني من أن مش كل أفراده بتلعب بشكل أو عندها من الخبرات المكتسبة مع الأندية بتاعتها لعندهم قلة خبرات مقارنة بالمنتخبات الأولمبي الأخرى اللي بيينفسوها فدي أزمة مكررة معانا للأسف كل موسم النقطة التانية الدوافع برضو بتبقى عند اللعيبة لازم أنت تقعد تغذيها أو تقعد تخلقها من جديد ده مش أي مدير فني بيقدر أنه هو يحققها على الأرض فإحنا شفنا ده محقق مع برضو الفريق عندنا خصوصا أنت خارج من موسم صعب جدا دخل على موسم أصعب بالمناسبة لأنه لما بوصل لنقطة نجاح أنا لازم أعلي عن النقطة دي فبيبقى تحدي أكبر كانت بداية عندنا غير موفقة شوي بس أدت دفعة كبيرة جدا بعد كده وشفنا ده حتى هذه اللحظة فخلينا نبدأ هل تبدأ بالنقطة دي ولا نتكلم عن المنتخب الأولمبي بصي أنا شايف أن المنتخب الأولمبي يمكن أفضل حالا السنة دي شوي يعني البدايات يعني أنت مثلا ده بصيتي على العناص الأساسية مثلا أحمد نبيل لكوكا أساسي في العناصة دي العائلة عندك فيه اثنين لعبة محمود صابر ولعب برامزة مش عارف اسمه إبراهيم أزفتكي لك اسمه برضو من العناصر عادل إبراهيم عادل إبراهيم عادل العناصر الأساسية عندك برضو مدافعين مثلا لا يعني الغالبية حظ ميكالي كويس مقارنة بالسابقين يعني حظك بس أنه اللي عندي أصبحت يعني حسام عم جيد أساسي في الزمان أو مدافع أو مدافعين عندك لما تقس المجمل بعد اللعبة لا الغالبية بتشارك ده مدي نوع من الأريحية لكن إيه أنت محتاجة تحسني الكوالة الجودة بتاعت اللعيب يعني إيه أنت عاوزة تطلعي بتفتشي على إيه المستوى الأفضل مش هيجي الكلام ده غير مع إيه أنك أنت تشرك الأكتر صح مع أنك أنت تدي الأفضل مع أنك أنت تبقى فيه عندك اهتمام مع أنك كمان في شغل المدربين هي الناس أشدت بمكالي شدت بينا أنه حصل لحظوا أنه فيه تطور وفيه مستوى حصل أداء اللعبين وتحركاتهم في المباراة وصلت المباراة نهاية قدام المغرب قدام المغرب وعلى أرضها وخسرت في ظروف كلنا شفناها وعرفينها وكنا قريبين جدا لكن هي ده الكورة وهذه الأجواء اللي احنا متعودين عليها ونجب أن نكون حافظين كده الطموح أنك أنت في المنتخب اللومبي تكون عندك برنامج جيد مع منتخبات جيدة أفضل منك لتحسين المستوى وأن نكون عندك طموح نحن كنت تروح في البطولة في مستوى أعلى يعني بقى طموحك أنك أنت تطلعي السيمي فاينال فتعمليني نتيجة فاقلوبة عندك قريب يعني عزولك كل الفرص متاحة لا فيه شغل المشاركة مش بنسبة 100% يعني عزولك هنقوم 70% وفي حد ذاته أنا شايفه أفضل من السابق أفضل من السابق لو جدت على على الناحية التانية التجديد الدوافع والاستقع بقى دي بتبقى إيه بتبقى يعني أنا سمعتكم وأنتم بتكلموا على فريق الباسكت طبعا عمل السيزون تاريخي السنة الفاتت خمسة من خمسة وكاس عالم كان عنده فرصة أنه هو يعمل لكن هي دي المنافسة بطولة العربية يمكن هو خسر مباراة من نادي بيروت أعتقدوا عنده مباراة النهاردة أعتقد مهمة جدا مع نادي الاتحاد طبعا ممكن فعلا تلاحم المواسم وعدم الرحة بالصورة الكافية وتطلع من بطولة وممكن السقص زيادة الاكتفاء يعني كل ده بيوثر السقص زيادة نسبة يعني مش عاوز أقول مش عاوز أصير مرحلة تقوله لكن نسبة لا لكن أعتقد أنه المدرب الأسباني وجستي بوش من المدربين برضو اللي يعرفوا يعيدوا يرجعوا العبل الملعب بيعرفوا بيشتغل بيعرف يعمل تغييرات في الوقت المناسب فأعتقد أنه دي مباراة من المباراة المهمة جدا مثلا في بطولة العربية البسكت النهاردة لكن النادي الأقلي كولر بيبقى عنده هو وجهازه المعاون شغل كبير السنة دي تجدد الدوافع في المنافسات خاصة المنافسات الأفريقية المنافسات الأفريقية أنت هيبقى نوع من القوة والشراسة مش هتبقى سهلة الكل هيحاول يقصر إرادة الأهل يعني عامل حكاية نحن مش قادرين عليها ولا إيه يعني بمعنى كده فعنا حاول إزاي إن احنا إيه نفتت وننعمل أعزك بأننا إيه إن أنا إيه حاول أحطك تحت ضغط فأنت مطالب إنك إيه توجه رسالة بأنه إن شاء الله يكون التوفيق بإذن الله توفيق حالفنا في الأهل يفوز إن شاء الله بالدوري لأفريقيا النسخة الأولادية دي لما تحصل بتعمل رد فعل كبير جدا بتديك دوافع مختلفة بتديك حسابات تانية طبعا المسألة مش سهلة لا مسألة سهلة فأعتقد أن الأمور هتحتاج إلى شغل وعمل كبير جدا وإلى إنه اللعيبة نفسي بأنه عندهم الرغبة إنه هم يبرهنوا على إنه اللي حصل في القبل كده ده أمر طبيعي جدا نحن لسه جايين عندنا طموع في أول بطولة بنسختها الجديدة وعندنا الـ 12 عندنا أمل فيه إنه نقدم مستويات مختلفة فأعتقد أنه ده كله هيبقى شغل إدارة فإنه شغل المدرب المساعدين في الفريق شغل الطبيب النفسي اللعيبة نفسيها ورغبتها الأحمال وده ملفه مهم الأجواء المحيطة عاملة زي إدارة الكرة وعملة زي فأعتقد أنه لأ يعني القالب يقدر يجال نفسه كل اللي ده يبقى رهينه وقابله هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى التوفيق ده هو رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ألف أنت بتعمل عليك وتطلب ربنا التوفيق وإن شاء الله يكون توفيق حاليف لها يعمل موس المسائل إن شاء الله إن شاء الله أنا عايزة أتكلم معك برضو في ردود الأفعال في دوري أبطال إفريقيا وإلفوز بسبعية يعني ذهابا وإيابا على سان جورج البعض قالك عادي يعني ما سان جورج ده يعني من الفرق مش هقولني يعني بالمصطلح هتكتب قالك التعبانة بس المستوى الفنيا بعيدة جدا عنك حتى واحد من أعضاء مجلس إدارة سان جورج تلع وتكلم كده في تصريح قالك إحنا عارفين إن إحنا لا يمكن يعني نفوذ على النادي الأهلي وفيه فوارك كبيرة جدا نعلم ذلك لكن إحنا هنحاول نقدم أفضل معندنا فتصريح بهذا الشكل لما يطلع من نادي أو شخص معني في النادي المنافس برضو ليست الأفضل معنويا ليهم أنا معجبنيش طبعا التصريح ليهم هما لسه لو إحنا هناخدوا لينا أكيد تصريح ووقع في نفس الوقت يعني لكن فكرة الناس اللي مستسهلة هذه المنافسة وقالك يعني طبيعي جدا أنتوا تفوزوا بهذا الشكل لكن لسه اللي جاي صعب واللي جاي تقيل فما تفرحوش ومتاخدوش الثقة قوي ده كانت آل في بعض أو من بعض الأراء المختلفة وجهة نظر حضرتك الكلام ده سليم ولا الموضوع لا يقاص بهذا الشكل أنت لو فوزت على فريب يرضو واقع من ساند يوديو هتال عليك هيقولك كده برد مفيش فائدة لا 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 هو يعني هو مش عاكب لو فوزت على ساندامز هيقولك مش عارف مين يا خوفي لما نفوز على منشستر يونيتد يعني عاوز أقولك هي اللي ما بيحبش أهل مش عاكبه هيقعد يدوره على ده ما لعب بربع مجهود ده لعب واحد من عاش الحظ كان حليفهم مش عارفه ومع ريال مدريد وانتهى الماتش اثنين واحد ده ما نعبوش عليك بلعبو على الواقف ولما بقيت نتيجة أربعة ده خسرفت يعني عاوز أقولك مش دل الحسابات أنا عندي حاجة حاجة بقى ديهم نفسين أنا باحترمها الأهلي من أبرز الحاجات المهم جدا احترمك المنافس هو بداية الاتصال عليه المتقالين من المنافس ده بداية النهاية لأنه الكرة منهاش كبير وانت شفتي وحدش يعني ايه اتوقع انه ايه خلاص يا جماعة دينية اتطورت معروش ده الكرة ما بين شغطة متتوقعهاش وما بين قرار من حكم بطارد أو بين ضربة جزاء صحيح وتلقى المباراة تقلبت وتلقى الفرقة راحة خرجت من المباراة فتكون النتيجة المحصلة مفاجأة انت بتتوقعهاش وتقولي ازاي ده حصل بيحصل كتير في المواجهات ونقدر نعدد الكلام ده ونقوله فاعتقد انه احترام المنافس من البداية هو طريقك بداية اللي تحقيق الفرص وده من الحاجات ومن الأشياء الأساسية المهمة جدا فالقالي لا ما بيزورش النظرة دي ولا قدرت الفنية لالنهاردة ولا لقبل كده لا بيلعب لكل فريق بيديله ووضعه وبيحترمه وبيكون هدف الأساسي بيتجوزها بصعوباتها بمواقفها بسلبياتها اللي أنا باخد منها وعليجها وإيجابياتها اللي أنا بأديها وبحاول يحسن منها فاعتقد انه المسألة لا المسألة الحسابات كانت مختلفة انا ما بحبش ادخل في ايه افلان عمل مع ايه وفرقة كان مش عارف مين وكل واحد يقولك ده الفرقة التانية احسن كلام خلاص تعبنا من الكلام يا ميسيو محمود لما الأهلي اخد مركز ثالث عالميا في العالم ليلندية قالك ما انتو مركز ثالث الله يعني انت بتعايدني عشان مركز ثالث عالميا يعني مش وابس في حاجات كده الواحد بيسمحها تبقى حلو وبيعديها وخلي بالك بناخدها وبنتحك يعني فعلي وبنبقى حسين باللي قدامنا بيقولها ليه فعادي يعني في حاجات انا عديها لأ يعني خديها من باب انه يعني يعني ما انت ناجح يعني هو هو بتفرج عليكم بسكين مش عارف يسقق ولا يعمل ايه فهيضطر ايه هيضطر البعض حاول مسأله انا مش قادر اوصل للي انت وصلت له او قدت اكسبك في الملعب فاضطر ان انا حاول هزيمك في الكلام او حاول ان انا اشدك اجيبك معي لتحت انا عاوز اجيبك لتحت معي تنزل معي في المعتارك انت خلاص ربنا كرمك وطلعت هتقعد تلتفت لاذا الامور صحيح احنا لا نلتفت ده الاكيد ده كلام ده خلي اللي اولي يعني خلاص اركز بص خلي الطموح ان انا دولتي نفسي اروح في حت مش السهلة المنافسة قوية هتبقى منافسة نارية وشارسة وده نشوفنا القراءة هتعدي من كده معاك فلان هيبقى الوضع والشك والحدودة فاعتقد انه هي ولما تتخطى فلان بيديك دفع معناول اللي بعدين فلما ربنا كرمك تفوز بهو النسخة تبقى رسالة لكل صحيح انه هذا لما يأتي من فراغ وانه بالفعل هو كبير افريقيا باذن الله رائع جدا وكده كده احنا عارفين ان الناجح دايما بيبص الهدف واللي مش ناجح هقول كده بيبص على غيره نورتنا يا أستاذ محمود بجد وقراءة رائعة جدا واشكورة جدا كنت معايت وصباح الخير يعني شرف ليه حقيقي وحسيني بحضراتكم في الختام مع يعني الاهداف بمباراة أمس واشوفكم ان شاء الله بكرة أنا وكريم في حالة جديدة وعشرة صبح في الأهل مع السلامة